اهلا بكم على زال المشاهدين في حلقة جديدة من الزلزال حلقة سعيد جدا خلاله يكون ضيب علي واحد من الشباوى المجتهدين جدا جدا مسير للجدل بكل ما تحملوا كلمة فعلا مسير للجدل يعني اه وهذه الايام تتصعب وطيرة اساراته للجدل بشكل غير ملحوظ ده لا يمنى انه بقدم محتوى رائي جدا جدا في مواقع التواصل اجتماعي بتصدر يعني دائما اه اعلى نسبة المشاهدة في الحاجات بقدمها عنده قبول لكن برغم القبول عنده اخطاء عنده هفوات عنده اتهامات عندنا حاجات كثيرة كثيرة شديد نحن الليلة دارين نواجهها بيهو ونتمنى انه صدره يكون رحب وضحكته الشهيرة تكون حاضرة انا سعي جدا نكون ضيب علي الليلة مضعب عمر سومي زول سغيل هذا البرنامج يأتيكم برعاية بعزبار للسفر والسياحة الله يا دندش يا حباوك يا خير مالان كريم عليكم الله كرم يا حبيب يا صوت افطر على خير ربنا اتقبلوا انكم صالح على عمال ان شاء الله امين امين رب العالمين وربنا يعني اديك الصحة والعافية وبالتوفيق يعني بالتوفيق في كل خطواتك اللي بتعمل فيها ان شاء الله رب العالمين اللهم امين جمعا ان شاء الله الزلزال زلزال فكرة العامة للبرنامج كويس اه انه هنمر دي دريات بتاع الزلازل اربعة بوين تمانية ستة بوين تزعة سبعة بوين ثلاثة عشرة هنمر بالدريات بتاع الزلازل الليل بتبدأ من الخفيفة للأدقل يعني هنشوف فيه اشنا ها عاز عشر الاختر جدا عاضر نبدأ لك بقى طوال بعدين فدي حمو الربيع لكن طبعا يا 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 مصعب اه احنا ما حنقدر نتكلم في اي موضوع ما لم نستحب معانا جزئية مهمة جدا جدا وهي الحرب الدائرة في السودان اه لازم لتكلم عنها كويس دار انا عارف مصعب ساتو كان وين في الحرب دي كان برا السودان والي في السودان مرق كيف اه طلع كيف ووصل هنا المعاناة الفقد الحاجات انا دار القصة الكاملة هتحكيها لي مما سمحت الرصاصة الاولى لحد ما انت موجود معي هنا لكن قبل دا دا اقرار بينك انت مع ممانحة بس محتوى الحلقة دي لو قلته ما دار توقعه لو قلته ما دار توقع ما دار حلقة باحة تكون يعني كيف انت خايف من شنو انا ما خايف من شنو ما خلاص انا انا كلمتي سيف لو ما سيف ما كان جدا ان عارف كلمتي سيف لكن دا طبعا دي ما اجراء اجراء بتاع شركة نحن نشغالين مع شركة كبيرة ايو انا الشغال معها. ده بني مهم انك لازم توقع. انت خائف من حاجة. ما بيني انا باني شركة. انت خائف من حاجة. اسمع كلامي. كلمة ادي انتش قدام الناس لكلهم. اه. ايوة. بيس? انا ما حاوقع الاغرار. وانشر الحلقة. زي ما يحصل يحصل. لا ما حينفع كده. لا لا ما بوقع. ما حينفع الحلقة كده. كيف? والله. الا اوقع يعني? اه والله. والله العظم اي اضيف وقع يعني. يعني احنا سجلنا. انا ما يضيف لكن ولا كيف يا اوه. لا ما يضيف كيف? ما يضيف. مميز باشنا? ما مميز. لا انا زول عادي اوه. انت في الكرسي ده زيك وزي اي اضيف. لو انت اصلا. انا ما زي اي اضيف. ويسمعك. انا زول عادي. انت عارف قريته? قبل ما تنفعل قريته. اقرأ لك. اقرأ لك. اقرأ لك. اقرأ لك. انا معرفة قدرت عملية درامات دي لكن شدو. يعني دخلت تلاقي في الشخصية كده بتاعت شنو? بتاعت اه اسمها شنو ديك? شخصية بتاعت الزول اللي بقوله اسم. ها? انت شخصية كده? بوش في شخصية كده بتاعت الزول كع المشاكل لك? كبسور. انا كبسور? كبسور بس. بس اقتاني في حاجة يعني انت هاسمع. لا لا كبسور والله يزول الساس قويلة. اركيب لي في حتة قويسة القصة ديها. لكن ده غرار عادي جدا يعني ما فيو حياة. يا اخي والله دينش ما يلا شرط يعني. والله بلد. ده ما شرط. يعني حتى لو انت مسلا بسيت او ما بسيت انا راضي ما راضي عادي يعني مصادة احمد بينات نحن اخوان. انا فهم الكلام ده والله. اه. انا فهم الكلام ده لكن ده بس باندي يعني مهم يعني. طيب انا ممكن بعد مسلا ما اقوم اوقع بعدين اقوم اعمل لك حركات اليوتيوب مسلا. انت كده اوقع? اه? عادي. عادي. عادي انا يمكن اعمل حركات. اسمع بعد ما توقع بعدك المحتوى بداع الحلقة. عادي ولا ما بتقيمه. اممكن اعمل حركات او ما ممكن. والله هي اخذ حاجة وبترجع لك بعد ذاك. هتعمل حركات ليشنو? مزاك زلت صغير. نا مشكلة. بس كده وقع عليها السيد والصغير. خلينا اخوش معك في القصة دي. الاسيم والتوقع بس اخر حاجة. بس التوقيع اخر حاجة. صبر ايوان. اتوقيع بدأ اي جلاب بعد ذلك. انا ما جلابي. هنعرف الحاجات دي كلها. هندي كروشة المناصمة. طيب. بروشة دي حنجيك. حنجيك والله هي حنجيك. تكلم بلو حنجيك. خلينا دي عبداليك بالجوزية اللي تكلمنا عنها. انا دار اعرف. اها. يا مضعب التفاصيل الكاملة. مما سمعت الصوت الرصاصة الاولى. حصل شنو لحد ما وصلتها هنا. التفاصيل عندها الحكاية. والله يا صديقي يعني انت و الحاجة ختيل الكبابي ذي فاضي. يا مل والي انا فيها موية اخلي شواني. شالك. شيره? يعني فيها موية طيب الحليب. نجيBS رمضان اقول لا اจب لدينا حاجة. نشيلا فيها موية لأ. نجيب لدينا عصير? انا ما قائل لك ما تشرب عصير اللي ان يحاجة اقول لك دايرة اللي بتشرب شاي اللي بتشرب قهوة اللي بتشرب حاجة فما اجتهدنا معاك كثير. لا يمكن اين بشرب عصير? لا يعني انا ما اجتهدنا عصير. نجيب لك عصير كذamentos. انا متوتر جدا طبعا. اقول شنو لا بالعكس والله. الحرب. يعني من الطلقة الاولى السمحتها. الحصل شنو? والله يا اخي الحصل من الطلقة الاولى السمحتها هو يعني زيه وزي كل الناس المواطنين يعني. ام. والحاجة منستقرب يعني انه في شنو الحاصل شنو التفاصيل شنو الموضوع شنو. طلعت برة. لجدت ان الدنيا مقلوبة يعني. ام. تخاقيم بجاوس وترصاص وشنو وتفاصيل يعني الموضوع طويل شديد. احنا اديد انا وناس البيت. تمام. يعني. قاعدنا. صنددنا فترة طويلة جدا. يعني احنا طلعنا يعني. الفترة كلها قاعدين. صابرين. كويس يعني. الموية ما اف. الكهرباء ما اف. كويس. اه كده يعني. الوضع جايد جديد. احنا اصلا يعني منطقتنا اللي هي. الاسهري. خرطوم الاسهري. جنوب الحزام يعني. كويس. فالمنطقة هناك. كانت كلها عبارة عن دعم سريع يعني. تمام. فانحنا شنوب قاعدين ومصنددين. في بيتنا والجيران قاعدين والناس قاعدين وكده. ففي البدايات كان الموضوع على الحكاية ما عنده علاقة بالمناطني. ما عنده علاقة بالتفاصيل بالحيات دي. فقاعدين صابرين يعني. اه. يعني. الغدر ده بيجيك بيجيك في اي محل. فبعد شوية لما معانا اشتد شديد والوضع بك كعب شديد. طلعنا يعني انا. والوالد. ومعايا اخوي الثاني. اصغر مني. وناس البيض عموما يعني. طلعنا. نتوجهنا لآ مدني. قاعدنا في مدني. نحن طلعنا طلعنا من الخرطوم قبل عيدة الضحية باسبوع. هم. بالضبط كده. قبل اسبوع من عيدة الضحية نحن طلعنا ومشينا لمدني. عذاك استغرينا في آآ منطقة الزمالك. وايس. آآ فترة من الزمن. آآ كده يعني. لحد ما آآ بعد كده يعني انا مشيت السعودية. وجيد. اشتغلت هناك فترة. اللي اشتغلت. آآ برنامي بتاع التوكشودة بتاع الشارع هذا. ام. بعد ذلك جيد بعديها يعني بفترة كده. تميت لي زي شهر رمز. صراح ما قدرت اقوات. ام. بس يعني انا واحد من الناس. ويس يعني. ما اقول لك كده ولا كده. يعني دي. يعني ممكن انا اول مرة حياتي كده انا سافر اطلع من السودان. اللي هي السفرة حق السعودية. ما حصل مرة صلي طلعت. سافرت. ممكن اكون ابعد محل انا سافرت له برسودان. اعزون. والله العزون. ما حصل مرة سافرت. فالمهم ما شهد هناك لقيت الموضوع بقليه غريب. يعني اشتغل الناس البيت بجايه. اشتغل الاصحاب. اشتغل الفيرد. فالمهم يعني. في جزء كبير منهم جوا جوا مدني. كانوا قاعدين يعني كده وسروا كده. فالمهم يعني بيقات. بيجينا يعني زي كأننا قاعدين في الخرطوم يعني. والناس بعد جايش شغالين. والسوق تميت له حكاية بتاعة. حكاية بتاعة خمستاشر قام. مما يجد من السعودية. خمستاشر يوم. خمستاشر يوم بالضبط. بعضها حصلت شنو حصلت المشكلة بتاعة مدني. تمام. فبعد ذلك المهم يعني لما نشوفنا الوضع جايد وكده. والوالدة يعني. كده. يعني شنو. يعني شنو. من بعد. مثلا. المشاكل اصلا في الخرطوم هناك وصوت الزغيرة وصوت الرصاص وكده. فأصر لنا نحن نطلع. نطلع من مدني. فدورت ع عربتي. الحجة ريكبت معي. اخواني صغار. كذلك العربية بتاعته الوالد. الوالد في برسوذان. يعني الفترة لما نحصلت المشكلة الى. الطالب في برسوذان. انا معي الحجة واخواني صغار. والاخوية التانية واخواني الاكبر منه. من الناية شويه. سيقلين العربية بتاعته الحاجة. انا ماشي قدهم وهم ماشيين وراء. يعني الاحد ما ليجينا الطريقة انحنا طلعنا. طلعنا يوم الجمعة المدني طلعون يوم الجمعة الساعة ساعة عشرة صباحا لحدي ما ومشينا وين سينار وبنزين ما في طبعا عرية ما في نزين وعشان تقعد كده موضوع مخاطرة شديد فالمهم عربية كان فيها ممكن عربية كان فيها زي خط خطو حاجة يعني تمشي شوي كده لما هتولع لحدي ما وصلنا بعد ذاك سينار بيتنا في سينار يوم اللو اليوم الثاني مهم آآ بعد ذاك شنو بجدنا شنو متواصل مع الوالد كده يعني بكون في لهفة كده على كده يعني فالمهم يعني لقيت طريقة شنو ركبتنا سالبيت ديال على البكاس اللي بتكون ما شديه بعد ذاك طلعوا بيفوق بيد ديندري بيفوق بيد كده لحد ما شنو هم مشوا للقضارف من القضارف بعد ذاك وصلوا للوالد ومرسولان بجدنا هنا ومعاي اخوية تاني دا قاعدين ومعانا العربات دارين نمشي بنزيم ما في مشكلة بجاء بجاء ما شنو الطرمبات بيتنا هنا في الطرمب اليوم هنا اليوم هنا لحد ما بعدين بيومين يومين بتضبط نحن طلعنا طلعت بي ويني ربيين طلعت بي اسم ما شنو بيسنجا من سنجا بيد ديندري بيفوق لحد ما وصلت القضارف بيت في القضارف انا مانشي قدام اخوية تاني ماشي وراي بالعربية وكده يعني حتى اللي جينا كانوا واحدين من الشباب كده وان يعني من الشباب بتاع الميذي يعني اللي جيناهم في هناك في الديندري هم برضو كانوا ماشيين على بورسودان او يعني طالعين كده عمون يعني طالعين مدني نشين هذول هم بيطة في القضارف بعد القضارف مشيت كسلة بيطة فيها اليوم لانه العربية التاني كعبة جاء مشكلة هم كويس من كسلة مشيت بعد ذاك بيطة فيها كويس من هيا اليوم انا مفترض بقش بورسودان لكن طبعا يعني حالة الطوارم حالة الطوارم مهم من بعد الساعة ستة اول مغرب ما حدقرت بقش بورسودان المهم بيطة وتاني يوم الصباح خشيت بورسودان حكاية دي استغرد لها زي خمسة ايام بالضبط لحد دي من مدني لحد بورسودان او من من سنار لحد بورسودان بعد ذاك قعدت لي اربع ايام وخمسة ايام بعد ذاك نصلا مفترض ان انا اجي القاهرة يعني نصلا يعني لما جيت عملت اجراءات بتاعة عندي عندي فيزا بتاعة الامارات مفترض ان انا امشي الامارات كويس او انه اجي مصر يعني كان عندي واحد من الخيارين كويس يعني كان عندي مفترض انه مسلسل سيتصور في الامارات كويس وهو يعني نسبة لظروف كده وتفاصيل مهم مع المنتج ما مع المنتج كده الموضوع يعني ما توفقنا فيه بعد ذاك بيقى شنو بيقى الخيار قدامنا يعني انه مفترض ان انا اجي مصر عشان شنو نقدر نلحق رمضان. مم. هذا اللي حصل. بعد ذاك تحركت لحد ما جيت هنا مصر. مم. بدنا بعد ذاك التحضيرات. انا والاستاذ المؤلف والمخرج هيسمان امين. لو التحية من هنا. لو التحية. نقول له رمضان كريم. رمضان كريم يا ساحر. انت وصلت مصر دي بعد كده انت وصلت لنا. اقف لي لحد هنا لكن في سؤال مهم. ايه. يا مصعب انت بوجهك المألوف ده. مم. الشارع يعني اه مستحيل تكون عبرت كده في الشوارع دي بسلام كده وما استوقفوك. ما ما تكلموا معاك. ما يعني صح? صح. اهي انت هو شيء مألوف جدا يعني. مم. والله يا اخي يعني هي حصلت معي الدرامات في الشارع يعني. ايوه. لكن مواغف مواغف طريفة حلوة شيء. مم. يعني مثلا انا ماشي في منطقة اسمها حتة قرية اسمها امرخم. تحية لهم من هنا والله. مم. خويس. فيعني الناس هناك استقبلوني استغبار الحلوة ما قسروا معانا وكده يعني. فيعني دي واحدة من الحاجات كذلك برضو بعد ما انا خاشي المنطقة كده بتاعت الدندر كده منا كده زي حتة كده قرية كده. فبرضو هناك لقيت الناس برضو شنو يعني كده يعني كده بعرفوني كده. المهم. اه. اشوف انا اقول لك حياة. انا براي مرات بعمل حياة. انا براي بقيف بشغل الناس بشتعرك. مم. 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 فسعني اضحك مع ده وخذر مع ده وكده. مهم تفاصيل زيدي. فالمهم شنو بقيفتها. يعني كده يعني قلت اخذ ليه رستي شوية كده. كده تعبت على السواق ده. اه. ولي قيت الناس المهمة والناس معاهم. كده وكده وكده. وقعدنا وجعبوا لينا مم. وجعبوا لنا عصير. ما قصر. والله صراح يعني الامانة. نحن مما تحركنا من. مما تحركنا من مدني. كويس. نحن ماشيين النار. يعني كان في حاجة جميلة جدا يعني في ظاهرة جميلة جدا يعني بتلقى ناس في الشارع. مم. بيسقوا الناس موية. كويس. بعد داك يعني بتلقى ناس مرات بيفطروا الناس عديل في الشارع. مم. بكون عاملين لهم سنت واتشات كده وتفاصيل بيكون دمشي قدام تاني شوية تلقى ناس عاملين عصائر كده بيدوك. مم. فيعني دي ظاهرة ودي بازرة حلوة شديدة. فانا انا انا مريت بالحاجات دي لحد ما وصلتها. اه. ارتكازات. اه. ارتكازات. تهديدنا ارتكازات الدعم السريعي. طلعت لك صورة. مم. دي كان في دي في مرجاتك الصورة دي. اه. وانت متصور مع مجموعة من ناس الدعم السريعي. قرفتها. طيب. واخدت حييزة في الميديا يعني انه تم اتهامك صراحة انك انت داعم. داعم للدعم السريعي. للدعم السريعي. الصورة دي كانت في في طريق. وانت مارك? ولا كانت قديمة ولا شنو? لا. الصور ما قديمة. مم. كويس? انا جي بياه اللي قلت لك انه انا يعني ساكن في منطقة. مم. يعني طلاثة ارباع عبارة عن دعم السريعي. مم. كويس? وانا في النهاية. كويس? حتى لو بيجيت مسلا في الميديا او غير او غيره. في النهاية انا مواطن. مم. كويس? المهمة المنطقة اللي انا ساكن فيها. طلاثة ارباع عبارة عن دعم السريعي. مم. حلو? الناس دي يعني اه. وانت قلت انه وجه مالوف. مم. الناس دي وقلت لك انه القهرة بقعط على التفاصيل المواضع دي. انا قاعد معي شباب ولا ده الحلة ولا ده المنطقة. كويس? فواحد من الافراد بتاعنا الدعم السريعي دي جو سيقول لهم موتر. اتنين. مم. واحدة المهم شافني كده بيه نهر كده. قال لي يا خاسمع. تعال. تلانا قال لي انت تعال. يا زول ما شد عليه. المهم فيش نو ما فيش نو بتاع. ان شاء الله خير ما. ان شاء الله خير. زول ما دليت الرفون. قال لي زول ما دليل الصور. مم. انت كده. انت كده. انت كده. ما كده بحاجة اعمل. انا عامل شنو يعني. عامل شنو قلت لي يا زول خير. مم. ما في مشكلة. مم. صورت مم. ما بدت الالتلفون وشاء الله. مم. فاجعتها بعد اه اه اظن بعد يوم اللي يومين. مم. لقيت ان الصور دي منشورة في الصور سينميدة كلها. ايوة. ايوة. بيس. استهربته. الناس كثير قال لي ان انت تابع للدعم سريع. ايوة. 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 جل擇 قلنا استهربة المواطن يعني. اكتر ولا عقل. ام. كويس يعني هم ذاتهم يعني مسلا يعني ما في ناس كتير غير صور. ام. وايس؟ الموضو دا كان عمل ليه مشكلة. اي. اي. موضو دا عمل لي مشكلة. دي من greet صحة برضو للتوضيح يعني انك توضيح برضو يعني اهي. الموضو دا كان عمل ليه مشكلة الصراحة يعني. ام. يعني في كتير من ناس يعني حتى مثلا مرات ارتكازاتي. انا بقوم يعني ايرتكازات الجيش. ام. هم. فهم شنو يعني آآ بخطي في راسهم انه انا مثلا عندي علاقة. ايوه ايوه ايوه. بتحروا معاك التحري يعني الطبيعي. التفاصيل دي ايوه. ايوه ايوه. كويس? التحريات والتفاصيل والحقيقات دي. هو طبعا يعني ده شغول في النهاية. طبعا طبعا. يعني انت الليلة مسلا تعالي تحرى تعالي عمل السبع وزمتها. اعمل الحاجة انت عايز تعمله. كويس? آآ اثبت عليه حاجة. ام. وانا ما عندي مشكلة طواري. شوف انت الاجراءة العسل تخزو. وانا ما عندي مشكلة سورية. تمام. تمام. اي. طيب. كويس. طبعا انت معرض لأي حاجة. يعني انت شخصية عامة في النهاية. يعني معرض لاي شيء. ايوه ايوه. طيب. خلينا طوالي آآ نخش في اربعة عبوين تمانية. الصندوق اللي بيض ده. افتح الصندوق ده. ادينا الحاجة الفئة. صندوق اللي بيض? اي. اي. لاربعة عبوين تمانية. ادينا الورقة دي لها. طيب. اربعة عبوين. دي تلاتة عزيلة سريعة. اربعة عبوين تمانية. اي. اخف دريب ده زلازل. تلاتة عزيلة سريعة. تمام? واحد. حاجة نسيتها في بيتكم في الخرطوم نديمت انك ما شيلتا معك. السوار اللون? ام. شنور حاجة نديمت انك ما شيلتا معك وانت اطالع. ذكرتها بعدك وانت اريت لو شيلتا معي. انت فلين. اه? فلينك. الله دي دي كنت مريضة جديد خلاص. دي فيليمنا. اه. اه. كيف لها شديد خلاص. اي والله. فقدت عديل يعني. انا فارقة معك عديد. والله فارقة معي عديل يعني. من دون من دون اي حيانا فنيدي بتكيف لها كده. اه. عندك معا اي. طب فينات عندهم مع المقتنات الشخصية. حيات ما انت بتشوف هي. اي والله. لكن فينات بيكون عندهم مع تفاصيل معينة. والله يا. والله يا هادين ديش. طيرا صراحة. ما كتير يعني. ما اتخزلتها. ما اتخزلتها. اه. انو ناصر ما قاعد اخلي زول جريب مني. يا زول. اي. ما بتجرب الناس منك. لا لا. انا لو دروتك بجرب لك. لكن ما بخلي بتجرب مني. ليه لكن ده مش اه يعني حاجة غريبة. انا ما غريبة. انت زول انت زول بتجدي في محتوى. مفروض الناس دي كلها تكون قريبة لك. لا ما كده. ما انا بكون فاهم انه انت يعني في جواك شنو. مم. لكن انت يعني ما هتفهم إلا الحاجة اللي انا دارك تفهمها. حريص يعني. اعمل ربعك حدود في الحياة دي. لا ما عكاية حدود. لكن يعني كده يعني خلاص يعني انه شنو اي حاجة عندها مثلا حدودة يعني. مم. كده. طبيعتي كده. فبتكون عامل احتياطاتك عشان ما ديحتاج لي زول. يكون عامل احتياطاتي. انا انا من البداية بعتمد على النفسي. انت خزلت ضيب كبان. من انا? انت. ازي كده بكون خزل ناس طبعا. من ادي ناحية. وما تخزل لكن بكون خزل ناس. من ادي ناحية. بينو بينك. ما حاس انك خزلت ناس كانوا قريبين منك? والله يا دين ديش انا ما قاعد اخزل زول. اعم. وربنا ان شاء الله ما يجيبها الخزلان. لكن شنو يعني من البداية زي ما قلت لك انه انا ما قاعد اقرب من زول. او ما قاعد اخلي زول قرب. لكن يعني مسلا لو حسيت انه انت مسلا الليل مسلا يعني زول كويس وتستاهل وكده. زول تمام. بيكون في بينات ما شنو يعني تواصل في حدود. في بيناتنا علاقة في حدود. ويس. يعني وما تشوف مني اللي خير. اعم. لكن يعني لو حسيت انه انت زول مسلا كده بتاع تفاصيل وكده. ويس فا اكسر حنك عادي. تمام. تلاتة. مكان يتدمر في الخرطوم بحزين تعالى واكتر من بيتكم. الله الخرطون كلها. كل طبعا الخرطوم دي يعني طوال في شوارعة. ايه والله. مع ناسا. في كم حتى يعني. الله يا اخي الخرطوم كلها والسودان كله. ام. قول انه رب نسلح على الحال. رب نسلح على الحال ان شاء الله والناس اه ترجع بيوته وترجع الحياة الطبيعية بازن الله تعالى. طيب. ستة وينتزعة. صندوق ستة وينتزعة اللحمر. فيه كم حاجة اقليبة لنا في التربيزة دي بس. قد ده خلنا احنا. قلم معهم. ده على الدين قلمضة. قلمضة ده تعزبتني بي والقلمضة. تطقتك. ايوة. طيب. اتفرر الحياة دي جنبي هنا ده شوية كده. طيب. ورقة جنيه زاكرة. نشيل ياته. نشيل ياته حاجة. انت انت انت. انا مجرد بشير الحياة دي بيترجمه لي بس. انا ما عندي مشكلة. ابدأ بأي واحدة. اي حاجة? انا ظهر متصالح شديد بالنسبة. طيب كم يا مصعوب حاليا بعد الحرب. بصراحة. ضررت ماليا ولا محافظة على حاجاتك وقدرت انك تتوازن. او بالمختصر افويت بادي من الصفر ولا عامل حساباتك. عامل حساباتي. ما بادي من الصفر. ده الحمد الله. عامل حساباتك تمام. اعمل روحك وحاجاتك. الحمد لله. اذا فضل من الله. اه? فضل وتوفيق من الله الحمد لله. الامور ماشى تمام. الحمد لله. عربتك مركتها حاجاتك مركتهم. عربتك مركتها ايه. طلعتها بيكم. يعني ما تضررتها. ضررت كبير كذا. والله يا اخي اه يعني الحمد لله. عشان بعدين لما تجي تعويضات ما تجي ناط تقول اخواننا والله فقط تليم معي. لا لا احنا تعويضاتنا نوحي بس نرجع بلدنا بس. اوكي. زاكرة ولا ورقة نشيلة الزاكرة. نشيلة الزاكرة. مشهد يا مظهر في الحرب دي. شفته. ام. شفته على الطبيعة او شفته في فيديو او صورة. المشهد ده ما هيطلع منك لما انتموت. مشهد شفته يعني في الحرب دي. والله في مشهد يا اخي لك. ما اعرض هذا اقول لك كيف. المهمة دلش. على المشهد ده. يعني مربي حاجة دي كويس. ام. والحاجة دي يعني هي حاجة كعبة شديدة. ام. طرم. يعني اه. قول عادي اه. اه? قول عادي يعني مشهد. في اه فترة الحرب دي ام. ام. امتين? اي فترة الحرب اي في الحرب. اه يعني هو المشهد ده دلش. يعني حاجة يا شنون حاجة دليanne تكون صعبة شديدة. ام. اللي هو الموضوع يعني يحس به زي تصنيف الاسني كده. ام. قويس? التصنيف الاسني ده. يعني دي حاجة كعبة شديدة Greater. قويس يعني أنا يعني في واحد مثلا كده يعني من الارتكازات. يعني مربي موقف. موقف كده يعني مع ظريف ما طريف. وايس? يعني يعني مسلاً انه ناس كده يعني واحد يعني يعني. مدعام بالمعانة او مدعامال معي علىساسي ننا وسال يعني من من الغريب وكده كويس بدعمل معي على الساسي انه انا دعم سريع كويس فبيقوم يعني بسيئك كويس بقوم بنبذك قد يبطر انه يعني يعني كده يعني انه يتصرف معك يتصرف فالحاجة دي ما كويس اللي هي المجرد انه انت يعني من الغريب من الليلة مثلا يعني ما كل الغريب دعم سريع كويس وما كل الناس الشمال يعني كده ايوة ايوة نظامين صح في ناس مواطنين يعني فالنص ما عندهم زليم صح بالمقابل برضو بيغادي برضو بتحصل برضو شفاء جهاز زيدي يعني برضو بكون مسلا جيزوا مسلا من ناس الدعم سريع برضو ايوه ايوه بيدعمل ويقول لك ده شمالي معناه ده كده ده شنور ده شنور ده شنور تفاصيل مواضع زيدي فالحاجة دي حاجة جينا شديدة يعني هو برضو يا مزعب ممكن يكون برضو سلوك يعني سلوك بتاع فردي مسلا او سلوك بتاع ما ممكن يكون سلوك بتاع منظومة يعرفتها? ما هو يالش نو السلوك بتاع الفردي داع حاليا الحاجة دي بتنتشر. مم. بتنتشر من زول لزول نتيجة للغوب والنتيجة لحاجات كتيرة جواب. مم. فالحاجة دي بتنتشر وبتبقى بعدين مشكلة كبيرة. مم. فينت المشهد ده بس دار دار يعني دار تسرده للفائدة. اي للفائدة. للفائدة. اي. ده لكت حزة في نفسك جدا يعني. اي. شديد. تمام. طيب. دي ما قلت لك كنت ما يعني برضو ما تحمل يعني نفسك فوق تغطى. الدنيا حرب. اه. السلوك فردي. عرفتها? نحن دايبا بندعو لانه. كويس. الناس. الناس دي كلها سواسية. الناس دي عشان الوطن دي دعافة. الناس دي كلها. الناس دي كلها سواسية. الناس. كلنا يا اخواني. اه. فانت ما تاخد في بالك سلوك برضو فردي بتاع اي شخص ما. عرفتها? في النهاية نحن في منظومة كاملة. نحن بنتمنى الحرب دي. على الاقل على الاقل تغير مفاهيم كثير جدا جدا فينا. نرجع وارجع وطننا. اه? بسلامة وبأمان والناس كلها تعيش فيه. يعني ظل بتاع عدل ومساواة وبتاع يعني رخاء ورفاهية بازن الله تعالى. فما يعني انا ايه. ما تاخد الموقف في بالك كده تحيز شديد كده. عرفتها? تمام. اخر سؤال? عمان لي ما سلتك دي بار دي اخ. والله انا اقول لها الحية. انا اظن من نساء يا مظم. انا مظموم والله. لا ما كده. انا انا اجيوك وطلق ابدا بالعشرة. لا لا خلق العشرة خليه قده. في اسم هنا في في الورقة دي. الاسم ده انت انت خيارته ولا يقوله او ما تقوله. لكن لو قلته انت حتتكلم بصراحة عن اي حية اسألة لك حوله. دي مش انا ما عندي مشكلة مع زولة. كويس? وبعدين انا في حاجة اقوله لك. فضل. انا ما فارق معي حاجة. تمام. محمد مصطفى البرنس. اه. على اخت ايبو كيف? طيبة جدا. كويسة. ايبو. اه. في تنافس اه هو نجم اه سوشال ميديا. يوتيوبر برضو. وانت برضو نجم ويوتيوبر. في تنافس بياناتكم? تنافس من ناحية. من ناحية المشاهدات الان انا بقدم اكتر. هل انت شايف انه هو بنفسك? لا. كيف ما بنفسك? يعني ما 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 منافس بالنسبة لكم. ما في زول بنفس مي. اه. شو ده نقوله ما بزول بنفس مي. المحتوى بتحضره? كان ده حضر له. وزول انا على اخت ما هو طيبة جدا. لكن يعني اه. يعني هو شغال في تراك. اه. ورا شغال في تراك تاني براي. كويس. هو يعني قد يعني قد يكون هو قديم اقدم مني. يعني هو بدا قبله. كويس. انا بدأت في فترة مصلا وجيزة يعني. كويس. يعني لكن حاليا يعني ما في ما في ما في. بقوله انك مدسر به حبا كذا. ما في مقارنة. بيبنوه. بيبنوه. من التناحية. حتى لما اغنيت حاولت اتغني برضو. كذا معنى انا مدسر به. ايه. ما اتغني قبله ولكن انت لما شوفت بدي اغني حاولت اتغني برضو يعني. طيب هل هو نجح في الغنى? كيف ما نجح? ما نجح. انا تغييمينه نجح. لكن شوف الناس تانين. نجح من التناحية. نجح من مشاهدات الناس اغني ومنتشرة وغير. معلم مشاهدات وهنا النجح فيها. زولة ما نجح في. دي معرأة كتا ايوها. ايه ما نظرة ايه يعني هو زولة ما نجح في الغنى. طيب. زولة كان شاطر جدا في البرنامج. البرنامج بتاع الاسئلة بتاع كده بتاع الاستضافات. فهي دي كانت حاجة جميلة جدا وهو ده التراك بتاعه. مم. لكن لما انتجي الليلة تقول لي انه مسلا يعني انه انا متأثر به. مم. طيب حلو. الليلة انت زول مسلا بتتأثر مسلا مع زول. يعني بتتأثر مسلا بزول. يكون مسلا يعني هو يعني فايتك مسلا. كويس? سوى كان اشتراكات سوى كان مشاهدات سوى كان كده سوى كان كده. صح? طيب. حلو? طيب. الليلة انا انا فايتهم كله موزل فايتني بسوزان. يا زول. والله لعظم. عديل كده? عديل والله رغم تثبت. ده 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 غرور ولا ولا? ده مغرور دي حقيقة. ولا? دي حقيقة هذي. حاليا لما انتجي للبرنس. شوى البرنس غناته عنده عنده كمتابع. عنده كمتابع فيوتيوب. ممكن ما ينطل تلتمية ده. انا عندي سبعمية واحد وخمسين الف متابع. طيب. على يوتيوب. طيب. طمام? تعال شوف هاقي المنصات التانية. على فيسبوك. انا ما عارف هو عنده كم. لكن على فيسبوك انا عندي مليون وثمانمائة الف متابع. طيب. هو ده ما رغم كبير يعني. لكن التأثير برضو انت باتحكم بالتأثير يعني. يا ناس انت في الشارع مسلا تجبره سيبجي وتجيب تجيب. الناس حمش تصور معهم. ما هو شوف بعد كده الزول الحاجة دي يعني مع اي زول على حسب تزوقه. ام. او اي زول على حسب المحتوى لهو بريده. تمام. خلينا حنمشي الى سبعة موينتا لتاكن حنطلح فاصل ونرجح تاني تمام? تمام خيرا. فاصل ونرجح تاني خليكم معنا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية بعزبار للسفر والسياحة. اهلا بكم اللازال مشاهدين في آآ الزلزال. مرة تانية ولازلنا مع مصعب عمر زول صغيل. مرحبا بك يا مصعب. حبا بك الله. قبل ما امشوا مع كل حالة. زول صغيل ده ده ايه احني انت اللقب ده يبتم من وين ولا يعني ايه ايه. عجصته شنو يعني? دار تارف تبال انت باه ولا انت فعلا زول صغيل حاجيه يعني. والله المضروض هو بدأ الاسم جاي من وين? ام. في البداية انا لما عايز ابدأ. ام. بس عندي الفكرة من بدري يعني انه انا عايز اعمل محضور. ام. فا كنت شنو بفكر في الحاجة دي. ام. بسم يعني كنت بفكر شنو انه انا عمل شنو. ام. ام. فكرت في الوسكيتشات اشتغلنا كم سكيتشاك كده الهاكين ما كانت حلو. ام. حتى الوقت ده كانت شنو يعني كانت مستهلك지 يعني كان في ناس كثير شغالين الوسكيتشات. ام. بس. فاقلت انه انا اجيب فكرة تانية واختلفية اسم. انا اجيب ف objet. ام. حلو? ام. لحد ما استغرر علي فكرة المقالب. ام. بعد ده كه ام. المهم يجيتي يعني حتى في نوع المقالب زه انه انا عايز اعمل المجالب الحاجة الغيازة ديك. الحاجة اللي بتحرك روح الزول ديك. ايوه. عنا تساغل على الناس. ام. ومن هنا شنو? قلت انه انا اسمي البرنامج زول صغيل. ام. كويس. من ناحية الاسم هيكون غريب. ام. كويس. يعني ان انت الليلة مثلا 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 كالليلة مثلا زول مثلا كاعد لك في حتة في ونصف كده. ما اقول لك يا اخي بيانه والله يا اخي مسلا انزول صغيل او مسلا كده او حاجة دي. سمحت الاسم او لو مسلا مر بك. كويس. حيكون لك اسم غريب. ام. ايوه. فحتكون دار تخشت اشوف انه في شنو. ايوه. 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 انا كنت شنو يعني لعبت على الحتة دي. ام. ام. فسميت البرنامج زول صغيل. في برضو اتهام بوايتها انه انت بالمناسبة المغالب ديك هالتكشيفة لناس. وفي ناس ها قاعد تضغطهم. والله في ناس كده يعني يعني الناس اه طبيعتهم اللي عارفيننا. الناس بينزعجوا ناس كده ناس كده. لقي في المقلب بيكونوا سابتين. يعني انت بتدعاون مع نجوم ومعروفين يعني. لا والله. ما حصل كشفتها. لا والله نهائيا. انا ما حصل. انت بكون قاسب برنامج تاني بتاع مغالب. لا لا لا. انت انت. انت تحديدة. تحديدة الاخير كان في مطعم فوق ده. بتاع. لا والله انا ما قادش. كان في المشتل ده. مطعم ما زال اليوم. ايه. يعني تقريبا المقلب ده كان فيه كان فيه اه في شخصيات كده قريبة منه كده تبتكشفها الحاجة. لا والله لازم نهاية. نهاية والله. ما حصل كلام. نهاية ما قادش تكشف الزوال. كويس. انا المقلب ده هو اصلا احلى حاجة في المقلب شنو. ام. انصر المفاجعة. انه مثلا. طبعا. انه الزوال ده. هو مثلا يعني ما يكون متوقع. ام. انه يمكن يلاقينيه في الحدة دي. ام. هو ما يكون خاطف يعني في حساباته. انه يا اخو الله يمكن الاقي زوال صغيرين يعمل في المقلب. ام. ده احلى حاجة في المقلب. ام. فبالتالي انا ما قاعد اوار زوال. انا بيجي كده بس. كويس معك. بتلقيني بس قدامك. ام. وهي دي زادة قاديني تشعمل عسابك. انا مشارك له. والله ايه. اتكلم معك. لا انا ما 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 بتلقاه هذي. طيب. انا موهوب في الحاجة دي بيجيبك. جدا. سبعة بوين ثلاثة. شي سبعة بوين ثلاثة. اقلي بقلي بس. ايه الطرابية طوالة عيه. طيب دي ثلاثة ازئلة. دي الازئلة المباشرة. عرفتها? يلا. هتختار ياتو ياتو لون. تبدأ به. عندك لون معين ولا نبدأ? ابدأ بس. نشير باليمين. طيب. ايه. قبل قبل ما قرر السؤال المباشر ده يا مصحب. اه ده ازلك. اه بالتأثير ومالتأثير وكده وكده ودأسر محمد رمضان. نهاية. الموصد المصر عامد رمضان يعني لانه بديت كمات بقول سغة في الله نجاح. سغة في الله نجاح. زي Yang صغة في الله نجاح. ما هو دي كلمته يعني. لا هي كلمته لكن ما حكر عليه يعني. ايه لكن هل هل طلعه يعني. ما خلص هو طلع لكن يعني ما حكري عليه صح؟ زي هس المجالب دي في ناس طلعهم لكن ما حكري صح؟ يعني هو موصل شاطر يعني عنده كثير من المعجبين. انا ذاتي واحد من المعجبين دي. طيب. تمام? لكن ما معناه انه انا يعني كده خلاص بمتأسر ويريد. زول ناجح يعني انت بعجبك فيه يعني انه زول زول ناجح زول كده موهو. زول بيعرف يشتغل يعني. تمام. اول سؤال في اللازل المباشرة. اغراك النجاح مسلسل سكة ضياعة. للولوج لعوانم التمثيل. لكن منافستك لم تكن شريفة. فقمت بسحب مخرج ومؤلف المسسل لتضمن النجاح لنفسك. في التجربة. التي الخطها. صراحة كده انت منافستك ما شريفة كانت. تحديدا مع شفت سكة ضياع نجاح ودقة وكده هنا. طوال. انا انا بناس اقول لك حاليا. اول حاجة يعني سكة ضياع يعني ما يعني ما حكاية انه اغراك اللي نعي. كويس? يعني هو سكة ضياع ده. كويس معك. بغضر الامكانيات اللي كانت فيه. بغضر التفاصيل اللي كانت فيه. هو يعتبر يعني هو البوابة للاعمال الدرامية كلها. مم. كويس? يعني ديك المضحق طوال يعني. طيب. كويس? يعني شفت انت براك استنى الفاتحة. فيه كان جزء كبير جدا من الاعمال الدرامية. مم. كويس? مسلسلات على برامج على كده. فهذه حاجة كويس يعني انه مسلسل ده هو يعني يخلي لك انه الدرام ما تنتعش. كويس? يعني ناس شباب بامكانيات كويس معك على يعني تفاصيل. مم. بحاجات محدودة بكده يعني قدروا انه يطلوا بالعمل ده والعمل عمل ناجح يعني. طبع طبع. كويس? هنا النجاح هنا يعني قبول وتفاصيل حلوة شديد. انا ما اغراني النجاح انه انا يا اخي لازي مع مكيت ولا كده. كويس? بالنسبة للمحتوى يعني سواء كان مقالب سواء كان اسئلة. كويس? سواء كان مقافلات في الشارع. سواء كان فقرات مثلا بتاعة المهمة البرامج العموم بتاعة التوكشو دي. كويس? يعني احنا بطبعنا كشعب سوداني ملولين. كويس? فالليلة انا مسلا مشيت في التراك ده حلو. كويس? ما معناه خلاص انه انا لازم اكون سابط في التراك ده مسلا. مم. لازم اغير. حلو? يعني انه انا لازم اغير لازم اشتغل مسلا حاجة تانية. كويس? بعد فترة بعد فترة عاجي راجع مسلا اشتغل المقالب. بعد ايه هشتغل مسلا حاجة تانية. انت كل شوية بتتلون. مم. طبعا? فبس دي كانت الفكرة يعني انه انا اصلا يعني عندي فكرة انه انا عايز اعمل. ليه عملت قبل سكة ضياعة? ليه بعد سكة ضياعة ده ايه يعني جيتنا باموس استلمة. كان ممكن تعمله قبل سكة ضياعة? والله انا كان ممكن انه انا اعمله قبل سكة ضياعة. لكن الوقت دهك يعني اه بصراحة انا انا ماشي في تراك حق جدا حلو. كويس? وعايز اعمل الفكرة دي. كويس? زي ما قلت لقي انه سكة ضياعة هي شنو? هي الفتحة البوابل الحاجات دي كلها. انه ناس اشتغل دراما. عشان كده سعبت المخري المؤلف اه وقمت اجيبته معاك. لا والله. واحتضنته وكده يعني التحية له. اه اخونا والصديقنا الحبيبي يعني هيثم الامين. التحية الاخونا هيثم ودته عرض كبير جدا جدا. اه مالي وقعدته عشان تضمن النجاح. ات لو ممركز مع سكة ضياعة. اه لقى الله اه? لو ممركز مع سكة ضياعة كان ممكن تشوف اه مختلف. لكن انت لأ انت اجيبته هيثم الامين تحديدا. وكأنك اه? يعني غايتك انك تلحق المسسل ده. والله اه دين ديش ده اتهام خطير جدا. ما خطير. احنا بقول لك الكلام حاطر قدامي يعني وما مجسوسة. الموضوع هذا ما كده دين ديش. لكن. كويس. يعني اه انا هيثم الامين. زول تجمعاني به علاقة طيبة جدا. طيب. ويس هو زول يعني بمسابات اخ اكبر بالنسبة لينا. تمام يعني ما انا براي. كل الشباب في الوسط الفني وفي الميديا عموما. كويس. الموضوع يعني ما حكايت انه انا جيت اغريت او ما اغريت او تفاصيل جيدي. اه اس. انا عندي فكرة. بس عايز اعمل كده مزلسل. اخراه هكذا. اخراه اه. اخراه. امو اي بردا على الالتهاب يا ظن. ما بردا ما بردا. بردا والله. والله ما بردا. طيب. عندي صديقي. كلمت معه. اللي هو اللي هو التحية برضو من هنا. مزعب. هو عندي شركة اسمها كايزن برودكشن. هم. هي كانت مسكالين بتاع مسلسل ود المكر. سنة الفاتب. هم. طلاقي مزعب يا اخي. عايزين نعمل كده 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 التفاصيل زيدي. قال لي خلاص يا يا게دا شنو يعني قل اللي كده كده انا بشوف هنا هيسة مالمين. وقلت له خلاص تمام. شوف البحثة شنو. يعني ما انت هو الليك تقترحه. ماها? هو اللي اخترحه로 اغلاك هيسة مالمين. الشركة هي اللي قلت لك نشوف هيسة مالمين. هم. يعني بعد ما هو قللي كده يااخ انا بعارف هيسة مالمين يعني ان ليلة مثلا شنو انا يعني ما عندي خبرة في المجال ده. طيب. كويس? ويعني ما اعارف حاجة في المجال. طيب. بس. لما نجد يعني طرحت الازوال ده صديقي. طريق اسم عداري نعمل كده كده. من ناحية شنو تغيير يعني. انه يعني نعمل حاجة جديدة رمضان ده. طيب. مختلف عن برنامجة المقالب كل سنة. مختلف عن الاسئلة. مختلف عن الحاجات دي. فقال لي اخ خلاص كده شنو انا شوف طريقة هنا اتكلم مع عيسى الملمين. طال خلاص تمام حلو. ما في عوجة. المهم بعد ذلك اتكلمنا بالتلفون يا زول بتاع يا استاس يا خالله حاصل كده كده كده. قال لي ازول اه حلو. ما في مشكلة. تلاقينا بعد داك. ام. تلاقينا نحية تلاتة في المكدب بيطعموزها عبدالزاتها. السمادين دي ما تخليها كده. السمادين ما تخليها بيتكركب بها كده. خليها ها. احا. ما حباش حلاث اها. احا. نعم مشكلة. طيب. المهم تلاقينا وبعد داك الناس اتفاكرت يعني اه الاراء التفاصيل والحاجات دي ووصلنا يعني الاتفاك. ام. يعني احنا مثلا رمضان ده هنشتغل يعني مثلا مع بعض. ام. حتى يعني من ناحية بغادي في المغابل يعني كان يعني اللي هم اه صلنا على العمل ذاته بتاع سكة ضياع. يعني كانوا شغالين برضو في اعمالهم يعني. والحمد لله يعني الحاجة دي من ناحية هي مكعبة. يعني كان فيه منافسة شريفة جدا. ام. والمنافسة انتهد دي وين? كيف انتهد دي? انتهد دي تفوغ منه علم. والله اما هي المنافسة دي ما انتهد بعد كده يعني الوضع اصلا جات والحرك جات. كويس وكده يعني. قبل الوضع ميوت. ام. والدالمك ده حصلت فيه تفاصيل غريبة جدا جدا. زي شو? يعني. انت يا اه. والدالمك ده هو مش هو اله. كان فيه الشخصية بتاعت صلاح احمد تقريبا ممسل كانش امام الجامع وكده وكده وكده. اه. كان اسم اه. شيخ الرفاعي. شيخ الرفاعي. امم. تحديده اللي انه وقفت المتسل. وقفت عديل. رفعت دي دي كده. بعدك تاني ريحتها. واحتزرتها. يعني قلت لك كلام ووضحته كده في الفيس. ما احتزاري عن توضيح يعني حاجة بالشكل ده. عرفت انه يا اخي الحاجة دي وانه ما مقصودة. كده خليني نتكلم. انت ترعبت ولا ما ترعبت? انا شخصية. انا انت ترعبت من التهديد ولا ما ترعبت منها? تهديدات شنو? تهديدات جاتك في الشخصية بتاعة الشيخ الرفاعي. ما جاتك تهديدات? التعريفت كيف انه جاتك تهديدات? ما جاتك تهديدات? ما جاتك تهديدات? ده سؤال. منو? ده سؤال. والله احنا بنسأل. شوف انا اقول لك حاجة. مم. بالنسبة لموضوع شيخ الرفاعي ده. مم. كويس. يعني اه. فينا انا بقول لك شنو انه يرضى الناس غاية. صعب يدركها. مم. حلو? وشيخ الرفاعي يعني اه هو نموذج. موجود. وبعدين يعني اه بالمقابل برضو في ناس كويسين يعني. مم. كويس. وهو ذات الشيخ الرفاعي يعني ما ازور للكعب شديد. مم. حلو? يعني احنا يمكن لكون مثلا في نمازج مرت والناس شمعت بها يعني يعني مثلا يعني كانوا فيهم الحاجات يعني فضيعة جدا. ايو. تمام? مم. فالمهم يعني انه شخصية شيخ الرفاعي دي في المسلسل كان في شخصية كان في شخصية يعني مكافأة لها. الناس ما ركزت مع الناس ركزت مع شخصية شيخ الرفاعي. مم. وبرضو الناس ما صبرت. يعني الناس لو صبرت اللي قدام يعني لحد ما يعني مثلا يعني في الحلقات المتقدمة. مم. يعني يعني كان يمكن شيخ الرفاعي دي يمكن يطلع مثلا يعني حاجة مفاجئة مثلا. مم. صح? مم. فبس ده الحاصل يعني. التهديدات برضو سؤالي. انت انت بتحاور فيني. في جاء التهديدات ولا ما جاءت? مجرد السؤالة جاءت هاي ما جاء. والله طبعا بتجي تهديدات طبعا. بتجي تهديدات كثيرة طبعا يعني. كويس. بتجي تهديدات يعني حتى لذلكة انه احنا مثلا يعني كان في من اللوكيشنات حقا التصوير يعني كان في جمعة عديدة بيجوا مثلا بعربات بكده ببوكسي بكده. فبيفتشوا في بتاع العمل. كويس. فكذا يعني. وكون انه وقفنا المسلسل ما عشان انه مثلا التهديدات او عشان انه مثلا في مخاوف او عشان انه مثلا يعني خايفين مثلا من جهة. او خايفين من كده. لا. الموضوع ده يعني كان انه احنا شنو عايزين نرتب صفوفنا. كويس. يعني كان عندنا مثلا كان عندنا اشكالية في اه حاجات مثلا فنية جوا في التفاصيل جوا. كنا شنو بينعالج فيها. كويس. اعتذرنا للناس انه ان احنا يعني ما هننزل حلقة. كويس. للظروف مثلا خارج جرادتنا. وكذا يعني. كذلك اعتذرنا للغنزات وغنات البلد الغنال كانت ناقل المسلسل. ام. يعني ان يا اخي احنا والله اننا نظري في كده كده. يعني هي التهديدات في النهاية ما كانت السبب انه عشان توقف المسلسل. لا لا لا. طيب. خليشوف سؤال تاني. ام. مشي السؤال البعضو الطوالي. ام. انت بارح في التمثيل. لكنك ابرع في هضم حقوق من يعملون معك. سواء هذا الحقوق الادبية او المالية. لو دائر نماذج عندنا نماذج. لو دائر اسامي عندنا 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 ناس. اول حي الكلام ده اه انت قعدت هضم حقوق الناس اللي معك ولا. لا محصن. طيب. قول لي النماذج. الممثلة خلود ابو بكر مثلا كان نماذج. اه. اه. تتكلم بصراحة بشكل واضح وصريح انك عندها حقوق مالية عندك. دي خليها. اه. في في توقيز زمن الحلقة دي بايوم او بايوم او كده. في مصور منزل بوست. كبير. كان مدير تصوير. حاليا. حلقة دا. في في مسلسل اه مسلسل عصب هاش. هو مدير تصوير كان مسلسل عصب هاش. واتفاجأ لما يتبسط الحلقة الاولى انه هو مكتوب مصور عادي. هو كان مدير تصوير. يعني حقق قصة اه طويلة جدا جدا في البوست بتاعه. حقق قصة كاملة. كويس. يعني لو حاب يمكن نجرد كالبوست بتاعه. لو انت ما شفته يعني. اقرأ وانو اشوفته. اسمه ضياء الدين. غازي. ضياء الدين غازي. اللي هو كلام كتير طبعا. ما حصل اتكلمت في حق ادبي ولا حصل ما ركزت في الموضوع ده. لكن الليل عايز اتكلم بخصول حقها الادبي الموضوع بخصوص مسلسل عصب هاش. وهضب حقوق المصورين وقيمة المصور عشان الناس تكون في الصورة وتفهم الحاصل. بالتفصيل من بدنا تصوير جيت كمدير التصوير اشتغلت اكتر من تزعيم مشهد. ومن تجهيز وترتيب وتحليل والسيناريو اختيار معدات وكاميرات وعدسات وضاءات وصوت وتحليل. ووضع الرؤية وخط سير العمل من ناحية الصورة والمناسبة ولا لا. هو حصل خلاف فكري بينه بين المخرج هاشم الامين. ووقفت التصوير وبعلوم مزعب. المنتج يكمل وتصوير مع مصور. تاني اتفاجأ وانا بحث الحال غالقول بكتابة اسمي عادي جدا زيه زي اي مصور. وللناس ما بتفهم ودير التصوير دمنه ددينا من محرك الكاست الفني. مصورين وفنيين وضاء وحركة كاميرا وتوزع ضاء ودي كوروة وخوادر تصوير وهو المزئول عن الصورة عموما وللأسل انهضم حقك وتعابك وعدم نومك وسهرك وتتكتب مصور عادي جدا. والله ده 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 اخر كله اتفاق يعني بيكون بالحب والأخوان الناس مشت كثير وكان بتقول عشان النجاح والأخوان والتجارب وكده وكده وكده. دائما حقنا مخضوم نحنا ومنسي والفضل الله برجع للغير. آآ الحمد لله ما زعلان والله انا مشت يعني لانه كلام كثير. مم. ما زعلان مبسوط ان نفسته عليه وكنت قدر مزوريا بل هم. بس هل هم كان قدره? الواحد ما احب الشيين بس انجبرت وتكلمت قبل ما كتب البوست ده وما كان فرص صريح برا الحاجة دي. وكنت قاعد نزل البوسته بعد الحلقة الثانية عشان اشوف هل حيتم التعديل ولا بس آآ حيستمره بعد ما نبهته من الحاجة دي ولا عملته يعني. مم. والله يزوف. اتكلم لك عني اطول. والله بالريحة يعني ما هو. لا انت اختار بلدت تكلم عندي او يتكلم عندي. انا ما عندي مشكلة يعني. انا في النهاية. ام. نشوف الحق المادي كده اول عني. اها بالنسبة لمنه. مثلا يعني واحدة من المستلش طال معك بصلا خلو دور. اها. اصلا. ما راح. اه حق مادي. عندك حق مادي عندك ما مدت ولا يعني. حق مادي مقابل شنو? انا زهرت معك مسلك معك. في شنو? المستسل بتاعك. اللي هو اسم اشنو? مسلسل بتاعك اللي هو. ايه ما عارف اسمو? انا والله ما 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 حقدر اتعبه. لكن هي مش مسلسل معك مسلسل. هو دلمك. او او دلمك ايه. او دلمك ايه. ايه. كان دورة تغيري ما دا اسمها. عندها دور. المهم دور كام. المهم دور ايه. ايه ديني دينة. دور يعني زور. طيب حلو. هل المستلسل دك اكتمل يا دين ديش? لا ما اكتمل. طيب. عثنا ما نحن بنعرف المسلسل حصلت. صح? طيب. 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 المسلسل مكتمل صح? طيب. حلو. طيب انت مياخدى. مياخدى جزء من القروش. اه. هو مياخدى نص المبلغ. طيب. طيب. تمام? انت مشاهدك ما كملتها. صح او ما صح? اه. معروف انه باقي الاجر يتسلم متين. متين متسلم. بعد نهاية العمل. بعد ما تقدي دورك. اه. يعني بعد تخلص مشاهدك. طيب. الليل انت مشاهدك ما خلصتها. حلو? بتجي تطالب ان انت عايزة عايزة باقي القروش وعايزة باقي كده. اه. ويس? يعني انا ما قادر افهم. ويس? انحنا يعني بنت عمل مع الناس بالنية طيبة. ويس? قد يكون هي مرة بظروف. قد تكون هي عندها مشاكل حاصلة معها. ويس? قد تكون هي يعني اه انا ما عارف تفاصيلها كيف. اه. لكن شايف يعني شايف انه يعني اه في التيك توك في كده في كده. الموضوع يعني بيقى يعني اه. بيقى مياخد مساعر كده ما ظريف. كويس? يعني الناس يعني انا شخصيا كده بعتبره تسول. تسول الكتروني. كويس? ده شنو التسول اكتروني? ما في انت. التيك توك ده انا بعتبره تسول الكتروني. ده ده ما عنده علاقة بموضوع نوكلف. ما انا جاي اليك للموضوع. ده عم تكلع من تيك توك ايو. اه. حيرو. كويس? انت الليلة مسلا يعني. انا قلت لك يعني انه هي قد تكون يعني عندها مشكلة. حاصلة معها او عندها ظريف حاصل معها او كده. الليلة هدندش انت لو جيت مسلا قلت لي اخي انه انا يا اخي والله مصاعب يا اخي انا حاصل معي كده 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 بتاع. كأن احنا اخوان. كويس? وانا على اقتباك طيبة جدا. من غير الحاجات دي. لكن هدندش انت. تقول ده حق يعني ده حق. طيب حق انا برضت ما عندك حق. ما يعني هي ما جات مسلا بقعشان علىها. هي عندك حق. ديندش. انت ديتها مستعقات المالية. هي اخذت مصر المبلقة. طيب. كويس? انا ما عندي عندها حق. ما هي برضو ما ديته باقي باقي بول صح? سؤال. اه. انا ما عندي عندها حق. انه تكمل ليك باقي مشاهدة? انه تكمل ليه باقي العمل. والمسلسل الوجه? المسلسل العمل اصلا ما اكتمل نسبة لانه عندنا مشكلة. اه. كويس? انه في يعني في مشاهد يعني اصلا ما تصورها. كويس? يعني مشاهد ما كلها مكتبلة. طيب ده زنبها هي? مينو? هي زنبها مش كان اتفاقك واضح معها? ولا زنبنا نحنا. لا انت برضو تتحمل بعد كده. الحيات دي. ديندش. ولا زنبنا. اصمع. ولا زنبنا نحنا. انت الكبير وانت المنتج. عارب انت طالما اتفاكتب على ذول الحاجات بتكمل اتفاقك للنهاية. اه. انت الحمد لله يعني انت محتاج? انا ما محتاج. انت قاعد تندي. الليلة انت لو جيتني. كويس? انت الليلة مسلا لو جيتني الليلة مسلا بالتي هي احسن? كويس? والله العظيم انا كانت ادي عكترت من الكلامنا. لا هي يعني هي مجcere تلك بالتي هي احسن? لا انت ما ت linee على اساس اني انت دار تيجي تلوي ايدي. اه. انا ما افضل بله ايدي هاد انتش. خليها هيدي. لو بيقى لو نودك مافضل بله ايدي. كويس? ولو انا دار اديك بديك بمعز ايدي. ما دار اديك ما بديك برضه بمعز ايدي. كويس? А qui لانا برضو عارف انت لما انتجيني مثلا. هي في لول ماجهة تقبلتها احسن? يعني ماجهة طالبتك بطريقة. لا لا ما كده يعني. بتأتيب حكم جاتك اوشي طالبتك بطريقة رائقة. لا اسمع كلاميات ديندش. اسمع كلاميات ديندش. لكن بعد لك انت? ديندش. لا اموبا ما كده. طيب. ويس ان احنا عندنا اصلا ممسلين معنا للعمل. غير اهي. طيب. وعند الممسلين كبار يعني. طيب. هي منو زاد. هي منو كيفيت زولي جيبتها انا ما يبتع. انا ما يبتع. اتباط انكرو حق الزول بعد ما يعني تقول اي هي منو? طيب لو هي منو مزعب ليه يايبة. ديندش. اسمعك. ما اتباطناها غير روحت كمان. لا انا ما قادة انا غير روحت. انا ما قادة انا غير روحت. طيب. طيب. لكن هي منو مقارنة بالاسمال معنا في المسلسل. زي منو? عندنا مسلا ممسلين كبار يعني. طيب. زي. عندنا مسلا دكتور احمد البكري. طيب. كويس? عندنا استاذ صلاح. دي اللي اخد حقوقه. اخد حقوقه. صلاح احمد. اخد حقوقه المالية. صلاح احمد. اللي هو الشيخ الرفاعي. كويس? عندنا سلافة مكة. حلو? ما ليش? تحترمنا لو اقول اخد حقوقه المالية. ما في سؤال اخد حقوقه المالية. الليلة انتي بتفرق شنو طيب من الناس دي. كويس? تمام? الناس كلها عارفة انه يا معي اخي في ظريف حصل. كويس? الظريف ده يعني هو يعني ما بيدك انتي ولا بيدنا نحن. دي حاجة خلاص بيكت. لو وضع بيك خلاص امر يعني امر واقع يعني. دي حارب حصلت. وفي مشاهد انتي ما خلصتها. حلو? اس الليلة ده انا لو قلت لا يا اخي اراح ارجع مسلا من درمان انا دار اخلص مشاهدي كده كده عشان اديك بها يقولوش هل حترجع? هل حترجع? ما في النهاية ده شغل يا جنديش. ان احنا اخوانه تفاصيله كده صاح برا. لكن لما نجري الشغل الشغل الشغل. طيب تمام تمام. ده موضوع ده ده الموضوع بتاع المال يخليه. الادبي ده بتاع الرأي ده. كويس? وبرضو انا عمشو هاجي لك. كويس? كمام? لو كانت هي جادة باللاتية هي احسن. كويس? والله العظيمان الجورجنوب تغلبنا. وديها اكتر من المبلغ. كويس? وهس ما فات حاجة هدين ديش. هس ما فات حاجة. مم. كويس? زي ما قلت لك ان هو التك توك عبارة عن منصة بتاع التسور اصلا. بيش? انا يمكن امشي اشحن نجاط. حلو? اشحن نجاط وهلسل هلاف واحد من اللا يفات. ده 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 شنو افترة منك ده ولا شنو الكلام? اشحن نجاط وكده. مالا جدا. انا حاسبك مصعب كده اه بيعني بالمناسبة يعني حاسبك كده اتفردت شديد كده. بيجيت مغرور كده زيادة عن اللزوم يعني. البجينة مغرور شنا. اه? لا يعني اشحن تك توك واعمل كده. انا يمكن امشي اشحن نجاط حق التك توك واجي اجي مسلا ادي كده. يعني دتت فيه مسلا للقروش حقها ولا شنو ما فاهم? مينو? والله هادين دي شوف. ما ستتسولي يعني هاسي هزول ده المتسورين ولا شنو بتسولين? ها? برغم الاسعب اللي ممكن تقوم فيه? ما هي ما تسولين. يعني شنو اللي اللي مسلا اسمع. ادي عليه ورد عارك الله في الان ورد عارك الله في العمي تعارك الله في الان. دي شنو ام. يعني هادين ديش التك توك ده في ناس اسمع كبيرة. كويس? اين فعينا تفتح تك توك? كويس تقل تلعب في الجولات مع فلان وجولات مع فلان وجولات مع فلان. يعني هو ذات بلمك هادين ديش بحاجات كده. ام. يعني ما ما ظريفة في حقاتي. ما ده رايك انت? دي تقييمة يعني. انا شايف كده. لكن برضو في الانت عند تقييم انه التك توك ده هو في النهاية برضو مصدر بتعريزك. بحي انت برضو اليوتيوب مصدر بتعريزك. صح? برضو. ليقوا ضلطهم في التك توك مسلا. اليوتيوب الليلة يعني شنو? ما في ظل بقول لك يا اخي تعال شيل مسلا زيت كوبه في رازك او تعال شيل بتاع ما في ظل بقول لك كلام زي ده. طيب كده خليني بس عشان عشان زمن الحلقة. طيب المصور. المصور. اه. ده المادي كده خليه. ده حق ادبي. اه. انا انا اصلا ما اتكلم عن الحق المالي. كويس? لا المال هو تخلي ده حق ادبي. انا ما اتكلم عن الحق المالي يا دينش. اه. المصور ده. تمام? يعني لو احنا جينا نتكلم عن الحق المالي. انا طالبه. هما مالي. هما بتكلم عن مالي هالسلامي. هما دقيقة انا فاهم. في البوستر. انا جاء لك للكلام. يعني بس في التتر انه تكتب مصور. هما قال لك هزا انا دائر قروش. ما هو الكيس هم مختلفات. عشان انت ما تخلط. الكيس ده انت هنا. ده كيس زول. قال لك انا كنت مدير تصوير. يعني قائم بكل المهام. لقيت روحي في التتر مصور. يعني انا ليه اكون مصور يعني. ما انا كنت مدير تصوير وتعبال ومشرب كده. طيب ليه اتكون مدير تصوير. انت مجيبتم مدير تصوير? طيب حلو. هل انت كملت شغلك ده? شغل شنو ما كمل اعضاء? هو كمل الشغل? المشى التاني يعني هما شبارة ولا انت مشى ذا? منو? هو. دندش. مجالك حصل خلاف. صح? حصل خلاف. شوف انا اوريك. حصل خلاف ده. في النهاية يا دندش يعني ان احنا بنمشي كده وبنجي. كويس? بكون المخرج هو القائد بتاع العمل. صح الوان صح? طبعا. كويس? طبعا. انت مسلا يعني مهما بيجيت يا دندش مصور شاطر. طبعا. كويس? مهما بيجيت ان انت زول مسلا يعني مبرس في مجالك. بلتزم بتوجيهتها مخرج. مم. في النهاية انت شنو يا دندش بكون عندك مسلا الرؤية حقتك انت الليلة مسلا كمصور. بتقول لها يا خير والله يا استاذ انا شايف انه الموضوع ده يعني لو مسلا عملنا كده يكون افضل. لو عملنا كده يكون افضل. المخرج بيكون عنده رؤية. طيب. كويس? قد تعجب الرؤية بتاعتك دي وقول لك خلاص حلو. طيب. وقد ما تعجبه. طيب. اقول لك لا اسمع اعمل كده. كويس? انت في النهاية شنو انت بيكون الديت مقترح. مم. كويس? لكن الرأي في الاول ولا خير بيكون حق المخرج. طبعا حيرو. الليلة يا دندش انت ما تكون مسلا يعني اه يعني حتى لو كنت مسلا مدرد تصوير. كويس? انت يا دندش يعني ما بتفرض رأيك على المخرج. صح? مم. ولا ده ما الكلام? اذا اذا انت شايف انه حاجة مسلا مصلحة العمل. ممكن انا اتكلم معه يعني. اذا كنت مصلحة العمل يعني. اذا في مصلحة العمل انت تكلمت. بعد ده اكوة المخرج. بقيم. قال لك اسمع لا اعمل لي كده. مم. في النهاية انت شنو حتى انش بتوجيه المخرج. كرامك منطقي. كرامك صح? اي وقت. تمام? مم. اذول له يعني اه هو كان شنو? كان بتكلم في الحتة دي يعني فيه ما عارف انا ما كده حضرة التصوير. كويس? فكان فيه مهم موضوع من المواضيع. مهم شنو بتكلمه فيه مع المخرج. كويس? مهم موضوع عضاء اما هنا موضوع عضاء او تفاصيل زي دي. مم. فالمخرج قال لي لا اسمع عمل الحاية الفلانية. هو قال لا انه انا عايز اعمل حاية الفلانية. مهم. قال لي لا انت يعني ما خلاص يعني حتقوك تشبيك راسك انه انا لا الا الا اعمل الحاجة دي او انه انا يعني ماذا رأشتغل. مهم صح? صح. حلو? مهم طيب. هو بتكلم يعني عن انه احنا هضبنا حقه يعني. مهم. او انه ما ادينا حقه الادبية. هل ياذن بيش من المنطق من المنطق? انه انت اشتغلتا. انه انت اشتغلت ليك خمسة ايام تصوير. تتكتب انت منت مدير التصوير في العمل ده اقول له. لا ما مدير التصوير في العمل. اديو حقه في الحلقات التي اشتغلها? كيف ادي حقه في الحلقة هو اشتغل كم حلقة? الحلقة الاولى اشتغله. مشاهد دي Jul. مشاهد يعني متوزعة? مشاهد متوزعة. وسيشتغل الحلقة. انا انا ما اقوم اجي اكتبك مثلا مدير تصوير في باقي الحاجات دي. طيب حلو انا وانا انا لدي مصورين تاني شغالين معي كيف انا برضو اكون هدمت حق الناس صح ما هو الحق ذي حق انت الليالة مثلا انا جيت با تكلم معك كفا جا حقا لي المشكلة ان اخي اسمعان والله يحاصل كده 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 طلي يا اخي اخنا انا انا اخوان كبلي حال تمام وما يعني ما في داعي لانه نقش في نقاشات ونقش في تفاصيل الحياة ذا ارهد معه الموضوع اخي اسمعان والله ماذا اشتغل حتى هو قاموا فرضي اشتغل المونتاج حتى الاتفاق البينات نحق المونتاج اتفاق ده انا والله يا اخي ملغي ماذا راشتغل يازول استاهداء بالله والخير في شنو ما اف شنو قال لي الاتفاق ده ملغي انا هو ما عايز اشتغل طيب هنا انا انا اقولك شنو هل انت عايز يعني نحنا مثلا في ظروف زي دي وناس مضغوطين ويسق ناش شغالين في ظروف بتاع الانتاج يعني نحنا ما قاعدين مثلا في بلدنا يعني اي حاجة بتكون مثلا محسوب عليك انت لما انت قم تكت عملينا حركات زي دي في نص التفاصيل بتاع الشغل يعني نحنا نشوف مثلا الخيار ثاني ودل حصل فعلا يعني شوفنا زول ثاني اخونا يحيا يعني اخونا يحيا التحية له يعني فهو جاو بيقال اديوه بي بتاع العمل و بالنسبة للموضوع ده يعني هو بيتكلم عن حقاية بتاع اخوانه ما اخوانه تفاصيل نحنا ديندش لو زول ما اشتغل مع اخوان اخوان انا شخصيا ما بمين للحاجات دي كويس؟ لكن يعني انا لو عايز مثلا يعني خلي الموضوع مش معه رسمي حودي معه رسمي كويس؟ الليلة انت زول انا دعفعلك مثلا مبلغ من المال مقابل حاجة معينة مم مقابل حاجة معينة ولفترة معينة انت اشتغل دليل خمس ايام او ستة ايام بالضبط من الحاجة دي مم واخدت جزو نصف المبلغ رسلت لك جزو بنكك وديتك جزو تاني كاش يعني انت مجد تكون شايل المبلغ بتاعك كامل وشغل دليل خمس ايام تصوير وجيد عملت ليه حركات وجيد عملت ليه مشاكل مع المخرج وجيد عملت تفاصيل هل انا يعني لو ما براعي للعيش والملح يعني ان انا هخلي المضوضة يمر كده ساي مرور الكرام لكن الزول ما بيتمسك في حاجة وفي النهاية انا الزول عارف صرفه وعرف المشاكل الحاصلة معه وكذا يعني كلنا نجينا هنا دارين ناكو العيش وما بالراعي دائما للمشاكل الزول ما بيتسبغ المشاكل انت حاسين كنت ما ظالم ما ظالم ان شاء الله ما يجي يوم ان شاء الله طيب خلينا فاصل من رجح تاني تمام فاصل من رجح تاني خليكم معنا هذا البرنامج يأتيكم برعاية بازبار للسفر والسياحة اهلا بكم اللازال مشاهدين في القسم الاخير من برنامجنا ولازلنا مع مصعب عمر زوج الصغير الله يمنورنا يا مصعب يا اخي الله يمنورنا عارف لكنه مصعبه دائما عارف ان انا منورك عارف كل ما عايت كل ما عايت للمجالب المتعاملة دي انا قلت بقول المصعب ده يا اخوانا المجالب يحصل فيه يكون تحفة الناس دي كلها منتظرة المقلبة هيحصل فيك انت انتظر ينحصل فيه مقلبة ها بيجاد والله الناس كلها منتظرة انا حريص شديد انت حريص مش تمام يا عادي شمال طيب حاصل لك شمال بزول جايب سيرتك انت عارف والله اه قول لي بزول غيرك جايب سيرتك لا ما بزول غيرك طيب عندنا الاخر سؤال بالازل المباشر اه لا تتورع في عرض اي محتوى على قناتك في اليوتيوب بحثا عن المشاهدات حتى وان كان المحتوى يحوي يشوف هات الاستهتار بالدين تغضب ناس كتار طيب ايه السؤال دان اديك الاب انت مم ما بتتورح طارد اي محتوى في سبيل المشاهدات حتى ولو كان المحتوى ده فيه مساس بالدين او استهتار دي ما بنقول مثلا مم شي سلام عليكم وعليكم السلام اه 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 صلاة المغرب كم رجع اه ما قالو ده اه مسلا الشفع والشفع كم الويتر كم الكده الا بعدين الايجابات الزاد اي شنو؟ المشكلة ما في السؤال ابسطة لك ديكلا ببساطة كويس انت ما ما عندك مشكلة في انك تعرض اي حاجة بحث عن المشاهدات تمام؟ اه بتجي بتختار لك شخصية كده بحثك كده بقول الزل ده ما نعجيش حاجة بتجيبه بتسألوا اذية الحساسة مثلا يعني بتسألوا عن الصلاوات بتسألوا عن الآيات القرآنية بتسألوا عن حاجات كويس معا هو ممكن اكون ما عارفه وقول له حاجة غريبة جدا جدا كويس المشكلة ما فيه القاة للسؤال او او محتوى السؤال او طبيحة السؤال الكارثة الكبيرة اوين؟ نقول انك السؤال ده بتزالوا عشان انت يعني يعني تعرف الناس وتوعيهن نفترض انه ده الكارثة تضحك اللي بحصل بعد السؤال بعد مع الاجابة كن مستغرب انت بتضحك بكون مستغرب عاما شنو يعني حابكي وكده ودعاين عرفتك ده غير برضو انت واحد من الناس تكلمت بالموضوع طبعا اه لانه الموضوع مستفز استفزاني جد جد يعني فانا انه مضعب انه مضعب مقدم محتوى اه مقدم محتوى ومتابع لكن لو بعد من الحتات الخطرة الزي دي الحتات دي خطرة جدا بالمناسبة عارف؟ الخطر فيها جنو الناس مشيت لك بعض الاحاءات الجنسية اللي بتحصل انا قاد عمل كده كيف كيف فيه في الازلة دي بتحصل حيات كثيرة جدا جدا قديني مثال انا ما عملت عملها بحيات دي احيانا داري عرسيك عرسنيها مضعب مضعب لا لا يت لازم تتزوجني انا داري عرسيك انا ما عارف شنو واخدها هذا كلام عاري كلام عاري احسن انت ما قاعد تقول كده في البيت احسن انت ما قاعد تقول كده مضعب انت مختار ات عارف انت انت زكي انا عايبني زكائك عارف ات فاهم انا داري صلشنو وفاهم انه فيه حتات كانت واضحة فيها او ايماء من البيت او ضحكة او حاجة او كلمة حتى لو كانوا عد خلط الاسوب فارطة ديك اللي بتنغذك من الحياة دي تيت اللي بتعملها دي ففي محتوى قاعد يتقدم في الازية دي انا ما عارف هل هو انت 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 قاعد تبحث عن مشاهدات ولا انت ما مركز في الحياة دي وما دين ديش دار الصراحة الدين الصراحة عليك انا دارك والله يتكلم دار الصراحة اه والله دين ديش انا ما قاعد ابحث عن مشاهدات انا مشاهداتي علي سواب الاسئلة او بذن الاسئلة انا مشاهداتي علي مستحيل طبعا كيف مستحيل مستحيل وايف وريني مستحيل اسو مشاهداتي علي ايه طيب يعني لو انت خليت الاسئلة دي وخليت المقالب دي اه وجيتك مضعب بقت ناصح اه بطلعت في قناتك في اليوتيوب وانت بتنصح يا اخواننا السلام عليكم كيف الاخبار لازم تلت ما هو شوف يا دين ديش انت اللي لمصر الناس ما واشي معاك انا اهدياتي ما انا اوريك ما انا اوريك انا اوريك ما هو انت كما انا هديدش بتابعك عشان الحاجات دي الحاجات دي اه الحاجات بتعمل في الازيلة والمقالب وا 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 الاخير انت جايبني عشان الحاجات دي كيف انا جايبك لانك مؤسر في مجالك في الحاجات دي مؤسر مؤسر عندك جايبني عشان انا مؤسر في الحاجات دي ايوه صح؟ ايوه معناها انت عايز مشاهدات انا عايز مشاهدات. انا ما عايز مشاهدات. انا عايز عين. انا اقول لك كلام. عين. انت حينما سليمي الحاجات. يعني مسوقة لحتة تانية. اه. انا لما اجيبتك هنا. اه. لانك انت مؤسر. بديك حقك. بذول مؤسر. عارف? حوالينك اسئلة كثيرة. انا دار اقدم معلومة للناس. البيضة حضر مصعب. عندها سفسرات في الرأسة. انت تقدم بعد دا الحلقة دي تعمل عشر الف. حلقة دك دي تعمل ميتر. وتعمل مليون. دي حاجة انا ما بتعنيني بقدر بان انا اقدم حاجة. واجاوب عن زلت الكثير من الناس. اللي بيحبوا مصعب. طيب اصلا انت عايزني انا اجواب لك على شانو. جواب لي. انا اللي بحصل فيما يخص الاسئلة الحساسة بتاعت الدين وهواء الخير والكلام ده. طيب الاسئلة بتاعت الدين دي اول حاجة هي مع اسئلة الحساسة. دي اسئلة دي اش من الابجديات. الابجديات. فهمتها? يعني الليلة ادندش يعني يعني حاجة شيئنا. حاجة شيئنا ادندش يعني انه انت مسلا مسلا مدكم عارف الصبح كم ركع. صح ولا ما صح? مه. يعني الحاجة دي هي شنو كذلك يعني بتحس الاسر. عنيونا جماعة خki todoحيد راجع لكم. هل ابلغ س magari من شان терمات لا أفهم قد التوالي هو متيحة الفصحة. دين هو متيحة. اعم صحيح. هل اعني اچني؟ اãy اناريكم انك التعرفين十 رائعاً. اجعل لله؟ احب متيحة. fit 25%W المغررر leader introduce Bir امد المبدل. سيجا Perhaps the Emperor your اخ. طيب إنه ذي واحد من الأبجاذيات إنه يا جماعة يا أخي يعني إنه الأسر يعني تلتفد لأبناء هذه لتشوفهم يعني 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 يمكن يكون حاجات أخذوها مثلا في المدارس بيس حاجات في الحياة اليومية في كذا ف يعني إنه يكون زول ما عارف أذي حاجة شيئنا صراحة يعني و الليلة مثلا يعني أنت تقول لي أنه أنا بضحك ويس البرنامج يا دينتش بطبعه هو أصلا برنامج ساخر صح برنامج ساخر يعني برنامج كوميدي يعني فيه أسهلة ضريفة وفيه كده فيه حياة زي دي فيه حياة زي دي من ضمن الأسئلة هذين ديش بيكون فيه الأسئلة الدينية ما الكارثة الضحك معلش ما مدارقة بعك لكن الكارثة إنه في أي حية طبيعية لكن أردت الفعل بتاحتك يعني في الأنزل دي الحساسة يعني ما تكون تندهش يعني ممكن تقول لي حول وراغوت يلا بالله يعني الحية طب عن مرة بتضحك تعمل كده وقرقر لا الله عظيم باستغرب بالجذي يعني ايه لكن يعني يعني انت بس انت ماشي كويس موجود تاكد عندك رسالة ما تدر توصيلها ما فيه مشكلة لكن فيما بعد الرسالة بنت بتضغى عليك الشخصية بتاحتك المريحة عارف؟ المريحة دي في الأسئلة دي صعبة عارف له ممكن زول عديل يقول لك يا هاي الصور ده انت بتضحك في شنه زول قال لك أنا ما بعرف اصلي ياخد تضحك شوف الحاجة دية Schutz من ناحية مرات كويس من ناحية مرتي حامجة ضيب يعني من تجي وعدك ليه هو البرنامج البرنامج كله ما بيقى على طبيعته احسن. ما انت تجي. انت الادة الديدة هتواصل فيها. منه? شايفك وقفت منها مؤخرة كده شوية كده. ما وقفت منها. يعني ما ما قيت ما ما يلا كتير كده. كيف? يعني ما ربما تلك انه شنو كل فترة ده سوى للجبال. ام. انه كل فترة انه انت شنو بتشتغل مسلا على حاجة. كويس? بتاخد من اصلنا شوية. بتشوف حاجة جديدة. ام. كويس? بتشوف انا انا عشان انت الليلة مسلا مشاهد ما تميل. وانا زاتي الليلة زورة المقدمة والبرنامج ده ما اميل. الكاصر معي مسلا ما يمله. فبني نشتغل كده يعني. انت صاحب رسالة. عندك رسالة بتعدي فيها. صح? والله يا اخي يعني في جوزه شايفين كده في جوزه ما شايفين كده. انت 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 من جواب مختنع عندك انك رسالة بتقدي فيها. اه? الحمد لله. طيب نحن بنفس الروح دي والجسط دي خلينا اننا سؤال الزلزال. حلو. ليس سؤال الزلزال كويس? السؤال ده بتجرأ وانت? لو عايزنا ازاله بتقول لي ازالو. ما عايزنا ازالو? ما. كده قبل ما 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 خلقنا بشي لسؤال الزلزال ده. طبعا انت يعني يعني ذول محبوب. كده. فنحن يعني طاعة اول تيم البرنامج لدي لك هدية. دارين اقدمها لك قول مخوش في سؤال الزلزال. هدية ضريفة كده. يعني تقبلها مننا. يعني بكل طيب خاطر. الهدية دي بتعبر عن حبنا لك. وتقديرنا لمشهوداتك. قاعد تقدمها. ترعي يعني مهين. هتبلي يزوله لنا. لا يا اخي العفو يا ما اقول ايا. فهيقول لك هدية الهدية دي. احتبر من PLMA. ما عمله ببرنامج. بس. خير. خير هدية. او حبيلة успet يمكن للهدية. ههي يعني بجد. الهدية حاله نديك غالية. ولا تتخيل ليه ما هي. انا دايما نشوف الهديئة كل ما بيقى الضغلاء. والله. ما بنقدر نديك حية بسيطة. تكمن زول يوتيوبر وزول ما شاء الله. انا اصلا عندي بروجة. ايوة. ايوة. ما شاء الله ربنا يزيدك يا ربنا يزيدك يا رب العالم. ربنا يزيدك. الله ام امين. ربنا يزيدك ان شاء الله كده ويخليك دايما كده اثر وتكمن مضعب كده. تخريبا كده. الحمد لله. ايوة. المهم يعني رقم كده وبعده ستة اصباح. يا رايل. يا رايل. طبعا كدت اقول عشرين سفر. يا رايل. ات طبعا مع المسألة بقول لك هالسامين قولها مبتم في. اه? مبتم في نهاية. لا انا في واني. اذا قلت طبعا والله. الحمد لله. ذكرت امي قصة بتاعت. اه هي مش قصة هي حكاية حقيقية. اه الاعلام المصري. اه يعني في علام مصري قبل كده استضافه. فقام قال له يا اخي انت بتاخد. مليون جنيه. في الشهر. زعي قال لهم مليون جنيه. ليه مليون جنيه? اخ مليون جنيه? يا اخواننا ما تقللون حقا. انا باخد عشرة مليون في الشهر. ما مليون جنيه. فقالا. فالهدية جاءت طعم الله من اخواننا? ايوة. يا سلامة. هيا سلموها ليو يا اخي. ربنا اديك الصحة والعافية يا اخي الهدية دي ده تغدير عرفان مننا بدورك الكبير. مصعب يا هدى? مصعب يا هدى? اه فضل عم صعب? لأي كلب انا لدي كلب. اقول لها دي 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 شا. لا لا يا سابت سابت لكن سابت ما معناك مشكلة مع الكلام. اه? ها? خلو. ها? تفوق حلاتك اشيح. اه ها мир. اه ها ها. اه ه ه ه ه هgs ه ه ه. اخوانا لينا اللح لي مصعبهم و لكنه remindedنا اخواننا بكلف في الكلاب جاء итالن بكلفه دي يوم يوميوそうですね يعني. احبالي لا 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 شرإ ستسمعك الحيء هي لا 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 شرإ ستسمعك. على قليل. قريب. حلوه لا لا. معبbow IRS على تقاشي. قريبنا. خلينا خلينا نمشي لسؤال الز لزرلزال. هو قمت ب咱ناinkثير عمي حاجة عنا ممكن نخد التي تطلع بنا لسائم. ناخد لأخوله عاكدا شاء الله بسيطة تمام? طيب. اه اقول هزي الامان. طيب. اقول هزي العزام هذا. عصف هش. مسلسل. وصف بالاباحي. لا يشبه مجتمعنا السوداني ولا يشبه شهر رمضان الكريم. مشاهد وصفت فيه ودي مشاهد يعني. كذب الله. والله بعض الناس اصفوا بالاباحي. انا ما دار اتكلم. يعني انا ما دار ابر. كلام منتشر في الميديا ما شايفو? ما بيش بهنا. السرير راقدين في السرير سوى. داخد شنو دا? الكلام دا شنو? والغمر والدلع وهو. في مشاهد فيه الزخرة يعني. المسلسل الكارثة ان احنا بنستجل بحلال غدو يعودو بها دي. يعني الناس. تحيير داني داتهم. عرفتها? المشاهد دي. المشاهد دي. تتكلم لي عن الحاصل هسة حاليا والجوطة القائمة في السوشيال ميديا بسبب مشاهد دي. الله هدي انت ما عارف اقول لك شنو جوطة الحاصل بسبب مشاهد دي. كيف? مسلسل عادي زي وزي اي مسلسل يعني. كيف? المشاهد دا عادية? منو? مشاهد دا عادية? المشاهد فيها شنو انت? ولا المشاهد دا فيه كده? المشاهد الناس اه يعني اه في سرير راقدين مع بعض ومسك يدين وكلام وكده. يعني عادي انت ما يعني لو ما شاهد في حاجة عشان نحن نجاوز الموضوع يعنى? لا انا ما حكادي انه انا ما شايف ان في حاجة. طيب طيب. الموضوع يعني الناس بتتكلم عن المسلسل بتتكلم عن مشاهد بتتكلم عن كده هي المشاهد اصلا ما نزرت ما في مشاهد نزرت? ما تسربت صور. في مشاهد هي يعني هي دي دي عبارة عن صورة تسربت دي صور من مشاهد. انت قلت مشاهد. مم. ما فيه كم مشاهد. لا ما ما كم مشاهد. كم حية تسربت كلا. لا لا. هي صورة واحدة بس. وايس? والصورة دي يعني هو المشهد ذاته. مم. يعني كان فيه رسالة يعني. رسالة? ايوة. رسالة في السريق دي زو? مشاهد كان فيه رسالة. الليلة الليلة مسلا شنو? الزولة دي هي في النايم مفترض انه زور البطل المسلسل ده. مم. دي لدي عندهم مشكلة صباح. حصلت. اهه. بالليلة زولة جاء. بصلى صلاة جاء قاعد ناسي كان المهم لا بطل ما served just fun 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 fun. اهة. قامت زورة دي. يعني قلت له انت زعلان وما زعلان تفاصيل زي المهم بعد ذلك هو بيقوم بيوريها يعني انو يا اخي الغيرة زي دي. انهي بتقوله ان انا يعني اه دا ما هي سبب الغيرة على هكذا التفاصيل زي دي بقولينة انو يا اخي الغيرة دي. اه. يعني اه الغيرة بالشكل زي ده. تخليك انه انت تشكي في الناس تغيرها هالدابة. تغيرها محبابة. الكلام دي اللي ترقض معك في السرير ما كنت تكون واقف? بقوله. بس انت دي انت تسمع. اسمع. اسمع. ولا ات بتحاول تجسد الحية بطبيعتها. بطبيعتها. اسمع. اسمع عليه مهوضة الحاصل. مم. كويس? الليلة دي مش مسلا شنو? يعني انا نكون ناس واقعين شوية. مم. سوري. اه. الليلة انت مسلا بتحضر غير مسلا في مشهد. مم. كويس? طيب حلو. طبيعي. دي يعني دي الحاجة الطبيعية يعني. لانشنو يعني لسير الحوار. كويس? يعني ما الى مسلا تكلف. يعني احنا مسلا بنشوف مسلا في المشاهد حقتنا الكديمة. كويس? في الدراما السودانية. كويس? انتي تلقى مسلا يعني زولة مسلا في بيتها. كويس? بتلقاهها مسلام يعني اللافة مسلا خمار تلقاهها Lego�ة ك quoi? يعني زيل كأنها طالعة مسلا مشها مشوارك. كويس? في حلو انت قاعد في بيتك. انت قادر انت فهمني? طيب. اي فبس يلا دي الفكرة. يعني انه الناس عادين بيتناقش وزوجين بيتناقش وبيناطم. فبالتالي يعني ما حيقوم مش مسلا يتناقش ليه مسلا. اه. في مسلا مكتب حي مش يتناقش ليه في كده. نا. حاجة يعني نغاش عادي. طيب السؤال الاهم. اه. هل ده وقته? شنو ده وقت الحاجة دي. وقت وقت مشاهد زي دي وصور. انت ده وقته يعني. ولله ذهي ما. اسم هذا لك سؤال. انت حصل البرنامية ده وقته؟ كيف ماوقته؟ بخلي وقت شنو? البرنامى ده لما دخلت اتكلمت عن شنو? سؤال. البرنامى ده مصمم باسمه الزلزال. مصمم على الحرب. ي 해서 مصمم على الحرب اي. انت باس متكلم في الحرب كيف? ثم انات كان اي مددسه. كيف? ksam جزا سieux لك من حسب المنزل الا الحاجة لقدمت للحرب كيف? كيف? جزا قد مسرP كيف اينه عنده نجم بقعد هنا؟ بيكون داري عارف. انت بس طلعت كيف? الحصل لو شنو طلح كيف ووصل كيف? انا طلعت دي دي. كويس معاك? هتفيد الناس وشنو? كيف? هتفيد الحرب وشنو? انت انت دار دارك سؤال. الحرب دي فيها ضرر ولا ما فيها ضرر? فيها ضرر. في ناس كتيرة. لما المزعب ايجي احكي. الضر حصل له. ويوري الناس انه هو لسه قاعد. وعايش وحيشتغل. وحتى لو بادل من الصفر. في ناس هنا قاعدوا هنا بالمناسبة حيث هديرتا ممكن تقول دي بالما تضرر. يعني بغادرة كبيرة. في ناس تضرروا ضرر ما طبيعي. يعني انت ما تحكم على الحاجة من حلقتك دي بس. عرفتها? في حلقات كثيرة جدا جدا. الناس دي تكلمت عن الضرر حصل له. اتكلمت عن الانتهاكات اللي لقيتها. اتكلمت عن كده انت ربنا حفظك. الحمد لله. الحمد لله. عشان كده انت مشا في الحياة دي. الناس اللي بيتكلموا هس حاليا بيقول لك يا اخي يا مزعب المشاهد دي والحياة دي ده ما هو كده. ما هو كده الجدل ده هس حاليا. عرفتها? ده اللي بيقوله الناس كده يعني. عرفتها? انت ما ترود تقول له يعني. انت مساكت في نانه وخليت الناس. برنامجك ما هو برنامجك? يعني انا الترود على الناس. اتا جاعد عشان ترود على الناس. ارود اقول لهم شنو? اقول شنو طيب. انا اللي على مسألة في النهاية انا زول عندي عمل اشتغلته. طيب. كويس? اللي لا دين ديش انا ما اجي ضربتك على يدك. طيب. يا دين ديش تعالي اخي احضر المشاهد الحقي درجال اصلاح. طيب. كويس? انا دي حاجة عملتها. كويس? يعني اصلا دي باعتباره شنو يعني انه انا خلاص يعني. كويس? يعني اصلا خلاص يعني مسلا شنو رمضان عايز اعمل حاجة في رمضان. كويس? عملت الحاجة دي في النهاية الناس بتحضر يعني. انت سربت الصور دي انت سير الجذر. انا والله ما اعادت. وتنجح المسلسل بتاعك? طبعا خليك واضح. انا اصلا مشلسلي ناجح. اصلا ناجح? اصلا ناجح? اصلا ناجح. اه? لو ما عملت المشاهد دي كان بيكون ناجح? مشلسلي اصلا ناجح يا دين ديش. انا ذاتي ناجح. والله هي صغيرة حلوة. اه يعني انت. الحمد لله. لا انا بحب زول واسق من نفسه. الحمد لله انا واسق. لكن برضو في النهاية انا بحب برضو الزول اللي بيحترف باخطاؤه. انا ما سربت مشاهدة عشان ان اصيري جذل. ويس? ولا انا بسعى لأي صارت الجذل اصلا. والله هي بجذل. يا بصعب يا غيرتا ما بتسعى كيف ليس ات اصلا انت اصلا جذل. انا والله. انا اصلا عبارة عن جذل. حرف حلو احتمال انت شايف كده. كل الضيوف يقعد معي الضيوف. انت قاعد معي جذل هالسحاليات. ما قاعد معي الضيوف. هلت جذل ذاتك في حد ذاتك. طيب انت جاب الجذل ليه. دار اقول لها حاجة. جاب الجذل ليه. دار جبت الجذل لانه الجذل مؤسر. اهه. عنده ناس. عنده ناس متابعين عنده ناس كده داري اسمعوا دارك. انت يعني عايز. ما سربت الصور. عايز تأسر عن طريق الجذل. انت زكي. وقلت لكم انت عايز بسوني في حتات بتطلعينه لكن انا معك برضو. لعن معك برضو. انت بصراحة ما سربت صور? بخلني ازرب صور شنو. ردة الفعل حاليا المستقبال الناس المسلسل. ضجة الكبيرة دي. ازعجتك ولا ريحتك? والله يا دين دي شوف. ما هو اصلا انت انا جبال ووريتك. قلت لقي رضا الناس غاية. طيب. كويس. كل عمل يكون عنده مؤيدين يكون عنده معارضين. طيب. كويس. زي ما انه في ناس مضايقين من المسلسل. في ناس مؤيدين المسلسل. صح. صح. كويس. اه يعني الناس. لسه انت لسه ما شفت حاجة عن العمل. اه. انت ذاتك لسه ما شفت حاجة عن العمل اجندي. ما هون شاو بزا كده خلاص. كويس? انت هاليا اجنديش من المنطقة انت بتحكم على العمل من صورة. الكواليس. ما منطقة. كويس? يا اخواننا في ذلك عنده 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 للعمل ده. قدوني حاجة كده. اهي ما هو قدوني قد حاجة كده. حاجة نشوف الكواليس والكلام. اكل اكل الديني. الديني حاجة للمسوسة ده. اتنشر ده. نرشي والكواليس ده. حرمني يا حاج. هو ده المشهد اللي ده بتتكلم عن مصر. هو ده المشهد ها. حرمني يا حاج. جماعا ان شاء الله. طيب انت مكان. انت ليه لما رجلت في السرير. يعني قبلت كده. طبيعي انا زول يا دينيش. عندي معاقص لافة الصباح. كويس? ما حق وعد عائل لك. زعلان منها يعني. ايو. وده المشهد كده اصلا يعني. قبلت كده. ايو. ام. وانت قصدك شنو? لا ما اقضي حاجة. جدا الله. لا والله ما اقضي. ما اقضي شي بالعكس. يعني انا استغرف ان انك قبلت كده لانه انا فيهمت انك زعلان منها عشان كده قبلتها منها يعني. انا افتكرتك قبلتها. لانه حاس انه يعني ايتها مشهد لكن ما صح كمان تقبل على عديل كده لانه الموضوع بيكون اكبر من كده. فانت قلت تقبل كده. لكن ده احدث مسلسل يعني. انت دارت اصلي شنو? وانت اصلي حاجة. انا دار اصلي لانه انت لحد هالسرار دي عن الضجة الكبيرة. الحاصلة حوالين. عصب هش. ضجة غير محدودة. مزعيات. ماذا عصب هش? والله عصب الضجة. ضجة كبيرة ايوة في شخصي شغل رفع واخر. لكن. مهم. الضجة الهصة حاصة حاليا كويس. في عصب هش اكبر بكتير. مزعب عمر. مهم. لازم تعمل ضجة في اي حاجة تعملها. لازم عندك حاجة كده. وانا واحتقد انه ده في النهاية يعني برضو ده 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 زكاء لكن كيف يتم كيف دي بتبقى المشكلة. الترجم كيف دي بتبقى الطريقة. الفكرة كيف دي بتبقى الطريقة. اي يزول عنده ادواته عنده حاجاته. انا ما 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 عايز يعني اطور في الموضوع كتير. هي وهي هاتنظر في النهاية. وانا قلت له وهي هاتنظر بتاعت الشارع. كويس. مهم. فانا ما عندي تاني حاجة اقوله يعني في في الموضوع ده يعني. ما كنت شوف وجه هاتنظر الشارع. انا ما اسك برشي ورقة. الناس زي اللي اللي انت لو اعملت شنو لك. احتقى الناس حتينتغدك حتينتغدك. كويس? الليلة الليلة مسلا صفحة تكدي. لو شيلت مسلا آية قرآنية نزلتها. عادي البرنامجة ما انتغده حسا. عدد القناس انتغدك. ايو. تقول لك يا اخي يعني ان انت عايز سورينا انه انت مسلا يعني بتسمع قرآن وكده افترض تسمع مع نفسك. حلو? يعني مستحيل انه مات القناس انتغدوك. وانتغاد المناصبه كويس ما كعب يعني. طمع. ويس بتاخد منه الجانب الايجابي. ايوة. يتبني بيتمشي لك الدم. قاعد تركز مع الانتغادات بيجيك. الله يعني. بتلعمل معاب جدية كده ولا بتلعمل معاب الغرور بتاعك اللي انا عارفة يعني انه. انا مضعب عمر. انا ما مغرور يا دين دي. اه. كيف ما مغرور. انا مغرور. انا واصل من نفسك. انا ما بظهر دا المشاهد. المشاهده خير بتطارني. اي. انا واصل من نفسك يعني انا. دم انه مغرور. عارف انت حدث حيومنا اللي ايام. اه ها? ها? حتلقى غناتك دي اه? فيها متابعة واحد بس. انا ما فارق معي الغناة هاتين ديش. عادة ما ممكن اكفلها هادة. اه ها مشكلة. ما بتكفل دي مستهد نعملها طبعا. والله عادة ممكن اكفلها. اه. صحيح معك. نعم. الموضوع ما في الغناة هاتين ديش. اه. كويس. بس الليلة مسلا الغناة دي مسلا لو ما فيها مسلا ولا متابعة. طيب. لو عملت غناة جديدة حتجيب متابعين. انت السيغة دي اه مستمدة من وين? منو? سيغة دي. كيف? سيغة دي. سيغة دي مستمدة شي ايه. حتى تعمل غناة وتأبون لك كيف? مستمدة من وين استغالي? كيف مستمدة من وين? يعني مستمدة جايبة من وين? الحمد لله يعني انا زول واصف من نفسي يعني. يعني ما يلا اكون جايبة من محل. اه. انا زول واصف من نفسك. ولا من المحتور بيتدديمه? الاتنين. الاتنين الواصف منه. اه. انا والله شخصيا ما اكتب عني. يعني سنت الليلة مسلا ممكن انت اجيب زول. ايجي مسلا اقدم لك مسلا برنامج الشارع. اه. كويس? لكن فريق من انه انت اجيب زول صغير. ايجي قدم لك برنامج الشارع. اه. بدل انه في برنامج كثيرة في الشارع. نزلت بعض البرنامج الحقي. انا شخصيا ويكون نظر شخصية. اه. انا بحب الزول الواسق في الروح. حبيب. جد يعني. جميل. عرفته? واسق في الروح ورافق وواسق في مكانياته وواسق في الحياة اللي بيقدمها. وده لا يمنع انه ورضو الناس تستحب. الاخطاء تخلى صدرها واسئ. اه انا انا. حتى لو قلت له الكلام ده اه غلط. وانت شايف انه هو صح? ما في مشكلة. ما يدف انها شخصية عامة. زول مؤثر. بيتتقبل ايش. انا والله واحد من الناس بتقبل الحياة. انا بتشوفك وبتعليك وممكن اه اولا الصغير كده يكون يتغدوا بالنسبة لون. عرفتها? صحة نعم. بيفتحوا. والله لاحظة بفروض تاخدها برضو. انا قاعد اخد الحاجات دي دائما بصدر الرحلة يعني. مسلا مرات. يكون مسلا في حاجات يعني مسلا الناس شايفين انها فعلا صح. انا يمكن اكون ما شايف كده مسلا. صح. بيتقبل الحاجات دي يعني. مرات مسلا بيكون زول هو انا عارف انه انا مسلا يعني انه مسلا كلامي صح. لكن بيتقبل كلامه بمشي يعني. في النهاية بوزن. انا زول برضو بفهم يعني يعني فوزن حاجاتي كويس. مزعب يا اخ ربنا اوفقك يا اخ. الله ام امين. ربنا اوفقك. انا سعيد جدا. اسمع مع عزر طانوان اللازلة جيب اللازلة. كنت ضيف عزيز عليك. كويس? اه? اه? يفاق اللازلة. اللازلة دي اسمع. اللازلة دي. اه? العمل تفاعة مالجين الكلك اللابس ملك اذا. كويس معك اه? ومشي تلاحى وارطلفة يمين وشمال يمين وشمال. اهم شي تكون بس وسطك يعني الفكرة الاساسية بتاعت الحاجات. تمام? انا سعيد بيك جدا. كنت ضيب اه. عزيز علي. شام مجتهد ومبدع. الله ازاك الله. انا على مستوى الشخصي شايف انه يعني اه اه واحد من ال من الناس المؤسرين جدا. حبيب الله. فان شاء الله مزيد من التوفيق ومزيد من النجاحات. والمساحة الاخيرة لك يعني. حي من تحيي ابعث رسالة. دار تقول شنو في اخر حي. دار تقول شنو قبل ما نكفي يعني. مساحة حرة كده دقيقة كده. الله يا اخي. دار تقول يعني انه يعني رمضان كريم كل سنة انتو طيبين. وربنا اتقبل منا منكم صالح العمال. مشاء الله يعني انه ربنا نسلح الحال. نرجع بلدني يعني وشوف انه بلدني يعني في احسن حال امين يا رب العالمين. وتحية لك انت برضو موفقين. برنامي جميل جدا. انا مبسطة جدا. لكن انا دين دين ديني في الاسيرة. اهم حاجة. دارك قبل انه تدين حاجة عليك الله بس بتاعات. يا ان شاء الله كويسين دي بساعدة. يا اخذي انا يا سيد ابدري انا اصبح عليها الحاجة يبدين اللي. اتا كبيرت على دي بعث. انا كبيرت انا اصبح عليها عبارة الحاجة يبدين النورية. اصمع والشعار والمسسلات والحياة. كبيرت على الحاجة. الله كافية. ما بكلام. شكرا لك كثير. حاجة في الدين برضو فوق حاجة لله. اشهدو? حاجة فيه حاجة لله. الحاجة. شكرا لك يا امو صاحب يا امو. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم اللي ازال مشاهديك. دي حلقتنا الليلة من الزلزال. نلتقي في حلقة جديدة. كنوا في امان الله. هذا البرنامج يأتيكم برعاية بعزبار للسفر والسياحة. اشتركوا في القناة